السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأهم المفاهيم المرتبطة بأنترنت الأشياء الصناعية حيث يصحبنا في هذه المحاضرة الرائعة سعادة الدكتور حمزة العلي وهذه المحاضرة تقدم إليكم برعاية منصة أريد العلمية الدولية وبرعاية الجامعات والمؤسسات العلمية الشريكة للمنصة فأهلا ومرحبا بكم جميعا حيث سنكتشف في هذه المحاضرة الفرص والتحديات التي تواجه التطبيق هذه التقنية وكيف يمكن للمؤسسات استثمارها لتعزيز موقعها التنافس في السوق وأيضا ننتقل معكم إلى سيرة مختصرة من سيرة الدكتور العلمية المميزة سعادة الدكتور حمزة طالب دكتورة في جامعة ميد أوشن في تخصص الذكاء الاصطناعي حاصل على شهادة الدكتورة في العلوم الإسلامية وشهادة الماجستير في نظم المعلومات من جامعة حلب وشهادة البكالوريوس هندسة الاتصالات من الجامعة ذاتها عضو في منصة أريد الدولية حاصل على العديد من الأوسمة أهمها وسام مبدع وساهم في تنظيم ملتقى بلاد الشام وقدم العديد من المحاضرات والأبحاث في المجالات المختلفة في العلوم الإسلامية والعلوم التقنية وله خبرة 18 سنة في إدارة مشاريع تقنية المعلومات في السوق السعودي وسيقدم لكم حضورنا الكرام محاضرته العلمية الموسومة بعنوان مفاهيم وأنترنت الأشياء الصناعية ودورها في تطوير قطاع الأعمال تفضل سعادة الدكتور حمزة معكم الصلاحية بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ صفاء جزاك الله خير على هذا التقديم مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية أود أن أشكر منصة أريد على ثقتهم به وتقديم هذه المحاضرة وأخص بالشكر سعادة الدكتور أحمد نضحيك مدير نظام عليم في المنصة على إتاحة هذه الفرصة ونبدأ بحول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن تجعل الحزن سهلا أرحب بكم أستاذة الكرام السيدات والسادة الحضور في هذه المحاضرة حقيقة أحببت أن تكون هذه المحاضرة محاضرة مختلفة عن المألوف أود أن تكون ذات طابع تفاعلي في كل الوقت ليس كما هو معتاد أن المحاضر يعطي المحاضرة بحدود ساعة أو ساعة وربع وبعدها يكون الأسئلة أو المداخلات فمن باب المشاركة التفاعلية لأن هذا الموضوع هو تفاعل أكثر ما هو علوم إنسانية أو علوم نظرية أو فلسفة أو من هذا القبيل فنبدأ إن شاء الله على بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم طبعا فيما يخص إنترنت الأشياء الحمد لله رب العالمين طبعا أنا أقدم رسالة دكتوراه في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الشهر الماضي كنت في برنامج تدريب لمدة شهر كامل في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا في جدة باختصارا هي كاوس طبعا هي من أشهر الجامعات على مستوى العالم وليس على مستوى السعودية والعالم العربي حقيقة اكتسبنا خبرة نظرية وخبرة عملية حتى كان في مشروع تخرج وتقييم يعني مهم لهذه الدورة فأحببت من باب خيركم من تعلم العلم وعلمة فأحببت أن أنقل هذا العلم والمعرفة من خلال منصة أوريد ليعمل الخير للجميع إن شاء الله تعالى في البداية يعني سوف نتحدث مقدمة بسيطة عن إنترنت الأشياء الصناعية هناك فرق بين إنترنت الأشياء اللي هو يختصر IOT وإنترنت الأشياء الصناعية إنترنت الأشياء الصناعية IIOT فما هو الفرق بين IOT وال IIOT سوف نتناقش به لاحقا إن شاء الله تعالى ولكن إنترنت of things شيء وإندستريال إنترنت of things شيء آخر الاختلاف الأساسي هو التطبيقات فما هو مصطلح IIOT هو مصطلح يشير إلى تطبيق تقنيات إنترنت الأشياء في بيئة التصنيع الصناعي بما يحقق أهدافا متعددة منها رفع الكفاءة الإنتاجية هذا واحد من أهم التطبيقات الإنترنت الأشياء الصناعية أنه نحن نرفع الكفاءة الإنتاجية طبعا هذا من خلال إدخال العنصر الآلي وابتعاد العنصر البشري بأخطاءه عن الإنتاج فبالتالي نحن رح يكون عندنا وفرة في الإنتاج ودقة في الإنتاج هذا هو يعني واحد من أهم الأشياء اللي ممكن توفرنا إياها إنترنت الأشياء الصناعية الآن ما هي المكونات الأساسية لأنظمة الإنترنت الأشياء الصناعية طبعا هم شي عندنا الأجهزة والحساسات الصناعية اللي بسموها الأجهزة الطرفية أيضا عندنا أيضا أمر مهم جدا هو البيانات الضخمة والعمل على تحليلها ثالث شيء المنصة أو البلاتفورم الرقمية اللي بتكون مرتبطة بالسحابة واللي بتقوم على معالجة وتخزين المعطيات بما يحقق الأداء الفائق للمكونات هذا النظام طيب ثالثا ما هي المنافع من إنترنت الأشياء الصناعية هناك منافع كثيرة ممكن يعني نختصرها في بعض النقاط الأساسية أولا هي تعزيز الكفاءة التشغيلية يعني أنا أستغل كل إمكانيات المتاحة إلي في المصنع أو المنشأة اللي عم تستفيد من تقنيات الإنترنت الأشياء الصناعية كمان تحسين أداء الأصول يعني أنا بدي أستغل الأصول الموجودة عندي سواء يعني الأصول المادية أو حتى الأصول البشرية بأنها تكون حريصة على الأداء الأمثل نخطأ مهمة جدا وهذا ما يميز الإنترنت الأشياء الصناعية عن إنترنت الأشياء هو الصيانة التنبؤية يعني أنا أتوقع مثلا يقع حدث معين أو خلل معين في النظام فأكون أنا جاهز أني أعمل ما يجب علي لكي أتفادى هذا الخلل فالصيانة التنبؤية واحدة من الأشياء التي تميز الإنترنت الأشياء الصناعية عن إنترنت الأشياء نحن مثلا لما نستخدم الإنترنت الأشياء في الأشياء البسيطة ما بكون عندنا نظام بتيحنا أنه نعمل صيانة التنبؤية أو نتوقع أنه مثلا قيمة هاي اللمبة مثلا ممكن يخلص عمرها الافتراضي فبالتالي بجيني إشعار أنه هاي اللمبة مثلا باقي على عمرها الافتراضي خمسين ساعة أو خمسة وعشرين ساعة بينما هذا الشيء في الأنظمة الإنترنت الأشياء الصناعية متاح بكل اقتدار العامل المهم أيضا هو يعني نسمي نحن cost reduction تقليل التكاليف التوجه نحو تقليل التكاليف كل ما كان عندنا استخدام أمثل للموارد وترشيد للكفاءات فبالتالي هذا بحسن الإنتاجية إذا حسننا الإنتاجية بالتالي نحن تم تقليل التكاليف وبالتالي كمان عندنا بنرفع مستوى الإنتاجية في الآلة لما مثلا بنوصل الآلات معها زراع ريبوت معها حساسات الآلة بتعطيه بكفاءة أعلى طيب نتكلم عن وين التطبيقات أو الاستخدامات لإنترنت الأشياء الصناعية بشكل العام يمكن نطبيق هذه التقنيات في مجالات متعددة أهمها التصنيع التصنيع بكل معاني بكل يعني إيش هو التصنيع ممكن يدخل فيه الإنترنت لأشياء الصناعية مجالات الطاقة النقل اللوجستي الرعاية الصحية المدن الذكية المدن الذكية واحدة من أهم التطبيقات اللي يعني جالسة تأخذ دور كبير في التطبيقات العملية وذلك إيش بدنا يعني إيش الغاية من من استخدام الـ IOT هو الذي بتيحنا أقصى حد من الاستفادة من المعطيات في عملية المعالجة لأي بروسيسر موجود لأي حدف أنا بهدفه وتطوير اتخاذ القرار اتخاذ القرار في إنترنت الأشياء الصناعية قرار سريع جداً ما في مجال عندي للاسيات الطاقة للتأخر ولا للتباطئ ولا مجال العوتين والبيروقراطية في هذا المجال يعني العمل مؤتمة وآلي بشكل مية بالمية ما بتدخل في العنصر البشري إلا بالحالات النادرة جداً جداً طيب والخلاصة ممكن أن نقول إن نظوم أنترنت أعطى الدفعة قوية لتمكين الشركات الصناعية لاستفادة من الأجزة الترفية المتصلة والتحليل البيانات ونامج سحابه وزيافة التشغيلية هذا هو مختصر انترنت الأشياء الصناعية طيب الآن راح نتحول إن شاء الله يعني إلى بداية التفاعل إذا تسمحوا لي ممكن ممكن بالمشاركة الصوتية ممكن اللي ممكن تعطي الشراء والثورة الصناعية والخامسة مين ممكن يعني يعطينا المفاهيم اللي العامة اللي سائدة يعطينا فكرة عن عن هذه المصطلحات الأربعة أو المصطلحات اللي بحسني يشاركنا دكتور أعتقد يمكن رفع اليد يعني لإعطاء فرصة للمشاركة لمن يرغب بوتيك نعم 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 فضل سعد دكتور أحمد فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 وشكرا على الأطلال على ملصة الضيد والموضوع في إنترنت الصناعية وبشكر كل الحضور لها المحاضرة المهمة الآن بالنسبة للثورة الصناعية الرابعة والثورة الصناعية الخامسة يعني تتغير حسب تكنولوجيا بتوقع المطبقة في كل ثورة من الثورات الصناعية بدأ من الثورة الصناعية الأولى للثانية للثالثة والرابعة الآن نحن في طور التحضير ممكن للثورة الصناعية الخامسة طبعاً الثورة الصناعية تختلف عن بعض البعض موضوع الأتمتة وموضوع التطوير الأتمتة وموضوع التكنولوجيا في الأتمتة والسنسورات وموضوع التحكم الآلي والتعاكم عن بعض ومدما تفضلت حضرتك موضوع البردكشن في ماذا سيحدث يعني وموضوع العمل أو الفعل قبل حدوث المشكلة أو حدوث الأشياء في الآله أو في أي نظام النظام وبتوقع نفس الشيء يعني الآي أو تي بطبق بجمال المجالات كثير مثل ما تفضلت ممكن الطب ممكن التعليم ممكن الصناعة ممكن الزراعة ممكن أي مجال مجالات الآي أو تي مثل ما تفضلت حضرتك هو بختص أكثر في بعلم الآلات وبتوجيه الآلات وبرمجة الآلات وتسيير الآلات آلياً وذاتياً وعم بعد بدون أي تدخل البشر وبدون أي ممكن يعني أخطاء تصير مستقبلية حسب الكبرة والهيستوري العمل تبع الآلات اكتشاف الأخطاء وكيف ممكن تصلح الأخطاء بموضوع أوتوماتيكي وموضوع آلياً يعني ممكن يكون هذا شوي بعض المفهوم عن الآي أو تي والآي أو تي وربطه بالإثور الصناعي الرابع وخمس جزاكم الله خير الله بارك فيكم شبه الله مشاركة حجيب يا دكتور الله يسعدك مينك مرحبا بي في أحد حاببي يعمل مداخلة أو أفهم دكتور ممكن حضرتك ممكن تقرب المفهوم شوي يعني ممكن الأسادة الحضورة عندنا الموضوع في بالهم ولكن يعني موضوع الربط مع اللي حابب حضرتك تشرف أنا حابب أنه يعني أنه هاي المصطلحات أنه إيش فكرة الناس عنها أو يعني أكيد الناس اللي حاضر مثلا في شي متخصص تقني في شي ما متخصص تقني أنا حابب إيش أفهم الثقافة العامة عن هذه المصطلحات مثلا في كل بيئة يعني من بيئة الناس يعني آي أو تي أنه هو انترنت الأشياء هو اللي هو اللي بدأ اللي بدأ مثلا في السمارت pensar في الأشياء في الأشياء البسيطة اللي مسلا كانت حوالينا مثلا يعني أنا أضرب مثال صغير مثلا الكاميرا عبارة كانت عن كاميرا مراقبة فقط يعني مثلا بركب كاميرا بربيتي مثلا بكاميرا خارجية لمراقبة الله مين ممكن يدخل على البيت أو مين مثلا مراقبة السيارة أو شي بس الكاميرا ما تعطيني أي أي أكشن أو أي ري أكشن للشيء اللي ممكن يصير فمثلا لو واحد حاول يدخل البيت أو حاول يسرق السيارة أنا ما بعرف لو الكاميرا موجودة أنا ما حعرف باللحظة اللي عبصير فيها الحدث الكاميرا ما حدنقلي إلا إذا كنت أنا مثلا جالس قدام الكاميرا أو رابط الكاميرا على الجوال وعبط اللي هذا يعني هون عم نحكي على ثورة صناعية ثالثة اللي هي مختصة بأنه والله عندنا كاميرات عندنا حاسوب وهنا فبالتالي اليوم مثلا الشيء اللي صار بالآي أو تي إنه الكاميرا ممكن يكون معاها حساس حركة تمام تشعر إذا مثلا في منطقة معينة أنا ممكن أخصص إنه والله منطقة معينة هاي ضمن رؤية الكاميرا إذا أحد تحرك في وقت معين الكاميرا تعطي للسيستم ألار بالتالي بحيث إنه ممكن تنبهني هذا صار عندي هون سمنا يعني إنترنت الأشياء أو صار عندي شيء اسمه سمارت استفدت منه في مكوّن من مكوّنات الثورة الصناعية الثالثة هاي يعني هاي تبسيط الفكرة الآن الشيء اللي صار إنه الكاميرا صارت ممكن مثلا ممكن تعمل تعرف على الوجه ممكن تاخد بصمة العين ممكن تاخد بصمة الوجه أنا ممكن ستستفيد من الكاميرا في الدخول في تسجيل الحضور والانصراف هذا الشيء ما كان متاح قبل هذه الثورة الصناعية الرابعة مثلا فهو الـ IOT هو يعني فينا نقول التقنية البسيطة من الثورة الصناعية الرابعة في حياتنا اليومية البسيطة اللي ما فيها هيدك أو ما فيها أعداد كبيرة مثلا أو بروسسينج كبير في المعالج يعني هذا هو مختصر الانترنت الأشياء الآن لما مندخل في معالجة مثلا بيانات ضخمة أحداث مترابطة كثيرة يعني فمندخل في موضوع الريال تايم يعني أنا زي بدي مثلا أراقب الحدث باللحظة وباللحظة أخذ عليه الرياكشن المناسب هنا أنا بحتاج يكون عندي مكونات ضخمة بنسميها IIOT بنسميها إنترنت الأشياء الصناعية اللي بتمكنني من مراقبة الأحداث بشكل واقعي أضرب مثال مثلا مثلا قطر كأس العالم 22 استضافت كأس العالم صح؟ فأكيد كان في أنظمة مراقبة وفي كل مكان في الطرقات في الاستادات في المواقف طيب لا سمح الله ممكن يصير شجار بين مشجعين سواء داخل الاستاد أو برى الاستاد تمام؟ أنا مش كيف ممكن يعني أتلافى هذا الحدث أو أتعامل مع هذا الحدث فإذا كان في عندي كاميرات فيها حساسات وفيها مبرمجة على برامج الذكاء الاصطناعي بحيث أنه تكتشف من حركات معينة في الايدي أو في الوجه أو حتى في تعبير الوجه تمام؟ فممكن الكاميرا تقدر أنه هنا في حدث شجار أو مشكلة فبالتالي الكاميرا ممكن تدي ألارم للسيستم في غرفة الكنترول أنه بالمكان الفلاني الكاميرا الفلانية طبعا حتى ممكن ربط الموقع الجغرافي أنه بالمكان الفلاني في حالة شجار أو لا سمح الله في حالة مرض ممكن يكون مثلاً واحد تعب مثلاً مريض سكر أو ضغط أو شيء فجأة سقط على الأرض فبالتالي مثلاً بهيك حالات مثلاً الكاميرات بتكونوا مبرمجة إنه والله إذا شخص سقط مثلاً على الأرض أكتر من خمس سواني أو عشر سواني أو اثنى عشر سانية وما قام بأي حركة فهو قد يكون مريض فبدو بحتاج مساعدة فبالتالي الكاميرا اللي موجودة في هاي المنطقة لازم تعطي أو تعطي تنبيه للسيستم اللي موجود وممكن مثلاً تعطي رسالة مثلاً للهلال الأحمر أو للإسعاف إنه لازم يتوجهوا لهذا المكان فهون يعني طبعاً أنا ما بكون عندي استاد يعني مثلاً عشرين ألف متفرج شليتي ألف متفرج فهون أنا عندي أشخاص كتيرين عندي كاميرات كتيرة عندي حساسات عندي أشياء كثيرة هاي كلها لما أنا بربطها على سيستم واحد على سحابة وحدة وبتكون عندي غرفة تحكم هون نحن عم نحكي على إنترنت الأشياء الصناعية يعني إنترنت الأشياء الصناعية مو بس صناعة مو بس مثلاً إنه والله مثلاً تصنيع سيارات أو تصنيع مثلاً حواسيب أو لا كل شيء يعني بدخله التعقيد أو بدخله أعمال مركبة أو متداخلة هذا هو الإنترنت الأشياء الصناعية فبالتالي يعني ممكن نبسط الـ IOT هو عبارة عن يعني تدخل الآلة بدون تدخل بشري في الأحداث البسيطة أحداث يعني ما فيها ضخامة ما فيها بيانات ضخمة ما فيها معطيات كتيرة بينما بس انتقلنا إلى المرحلة الأكبر اللي صار فيها معطيات كبيرة وبيانات كبيرة وعداد مثلاً كبيرة تمام وبدنا إنه هذا السيستم كله يندار بشكل آلي بدون تدخل بشري هذا هون إن إحنا بنتكلم على الأنترنت للأشياء الصناعية أظن المثال واضح إذا إذا حد يعني حابب كمان يوضح لي هو إش الفكرة إش الفرق بين الآي آي أو تي والآي أو تي من خلال مثلاً تجاربه أو معطياته تفضلوا المحاضرة يعني الدكتور أحمد كان حريص إنه يتكون المحاضرة التفاعلية وأنا صراحة حابب إنه تكون محاضرة تفاعلية أكتر من إنه إلقاء واستماع فأتمنى إنه الكل يتشجع ويجود بما عنده كلنا إن شاء الله نتعلم من بعض وهذا علم جديد على الجميع يعني ما أنه والله يعني في ناس تعمقوا لسه نحن في مرحلة يعني الطحن والمعالجة في هذا في هذه العلوم فبالتالي يعني أحب المشاركة من الجميع والاستفادة من الجميع أنا ممكن أستفيد منكم وتستفيدوا مني كلنا إننا مستفديين من هذه المنصة اللي عبتوفرنا يعني باب للتعلم يعني بالمجان وبالمعرفة اللي ممكن نفيد فيها يعني أنفسنا نحن كأعضاء ونفيد فيها الآخرين فبتمنى إذا فيه أي تفاعل فضلوا اللي بيعرف شي عن الثورة الصناعية الرابعة والثورة الصناعية الخامسة إذا صارت فكرة الآي أوتي واضحة والآي آي أوتي واضحة خلونا ننتقل الثورة الصناعية الرابعة والثورة الصناعية الخامسة تفضلوا ذات اليد الموجودة على الشاشة لإعطائه صلاحية فتح المايك لو سمر اشتركوا في القناة 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 الجسور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومثلما تحضرتك اشتركت الى موضوع انه كأس العالم في قطر واندي جرى في قطر والكاميرات والتقنيات اللي استخدمت في الملاعب الحقيقة كانت هي ضمن انترنت الاشياء انا معلومات ما عندي دقيقة عن انترنت الاشياء الصناعية ولكن يخطر في بالي انه كل ما يتعلق بالآلات والمهدات الحديثة الآن اللي في طور العتمة الصناعية الحديثة والتكنولوجيا الحديثة اللي بدأت تدخل الآن وتعطي الآلة كل الاليرم اللي او التحذير او المعلومات اللي تأخذها مثل اعتقد انا في نظر انه اعتقد آلة ال-CNC تمثل ال-I-I-O-T اللي هي تأخذ كل المعلومات وتبدأ تنطي البرمجة الخاصة الانتاد والعمل الصناعي وهذا اعتقد هو ضمن الثورة الصناعية الخامسة اللي يعني بدأنا الآن ندخل بها مثل ما حضرت الى انه هذه البيانات الضخمة اللي بدأنا ندخلها على المتائن والمعدات من اجل انه نوصل الى نتيجة من خلالها نعطي فالتقنية حديثة سهل العمل على الشركات الصناعية اللي موجودة حاليا وايضا عامل الوقت مهم جدا تعرف انت الشركات الصناعية الآن هي تتنافس من خلال الوقت في عملية الانتاج والتصميع وايضا يتطرق الامر ل التصميع المستدام اللي نحن نسعى الى انه نجعل كل الاتنا ومعداتنا هي مستدامة وايضا تحافظ على البيئة بحيث انه ما نولد مضرار او مخلفات ايضا هذه تدخل كلها ضمن اعتقد انترنت الاشياء الصناعية اللي الان المجتمع والعالم متجه حولها هذه الفكرة اللي عندي واشكرك لحسن استماعك وسعر صدرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا على المشاركة هلا بس خلينا يعني نوضح المفاهيم اللي اللي طرحت حضرتك مشان يعني تعمل فائدة المثال اللي ضربته بما يخص المدن الذكية في الصين نحن حكينا انه المدن الذكية هي ضمن الاي اي او تي وليس الاي او تي الاي او تي مثلا مفاهيم السمارت هوم او البيوت الذكية تمام يعني الامور البسيطة اما اني ادخل في موضوع اني اراقب الترافيك الحوادر التوجيه حركة النقل اراقب مراقبة الكاميرات يعني الصين حتى انه انت يعني شك شخص انت مثلا عم تتحرك في هالمدينة انت مراقب في كل وقت الكاميرات طبعا الصين اكتر دولة في العالم ناشرة كاميرات في هذا المجال الصين اكتر دولة ناشرة حساسات طبعا كمان في ملاحظة مهمة جدا الصين اكتر دولة يعني تعمل قفزات في برامج وادوات تطبيق الذكاء الاصطناعي هذا الشي اشو سببه الصين طبعا تعرفوا كلها بسبب التعداد البشري الكبير فبالتالي العينات الاحصائية والتجارب ممكن تصير على ملايين الاشخاص بوقت صغير مقارنة مثلا بالشركات اللي في اوروبا او امريكا فبالتالي الصين طبعا هي الان متقدمة جدا في مواضيع الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء طبعا التنافس محموم الان بين الغرب والصين على ريادة العالم في الثورة الصناعية الرابعة ف accessibility هذه المفاهيم اللي طرحتها هي بتدخل بما يخص المدن الذكية هي بتدخل في انترنت الاشياء الصناعية وليس ضمن انترنت الاشياء هلأ كمان انطرقت للثورة الصناعية الرابعة وثورة الصناعية الخامسة ايش الفرق بين الثورة الصناعية الرابعة والخامسة انت ذكرت شيء يعني من هنا ومن هنا فبدنا نخلي شوي يعني عنصر تشويق شوي وشأن الكل يبقى على تفاعل. كان المستشار قاسم رافع ليت. ممكن يتفضل بالمشاركة. نعم تفضل ساعدة المستشار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خياكم الله ساعته. يعني في البداية المحاضرة دكتور حمزة يعني مثيرة للاهتمام. وما بقول لغة العصر الحالي. فباختصار يعني راح تكلم عن بعض الاختلافات الرئيسية بين الاي او تي اللي هو انترنت الاشياء والاي اي او تي اللي هو انترنت الاشياء الصناعية. من جانب الغرض الاساسي الاي او تي متل ما بنعرف بيهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمستخدمين المنزليين والمستهلكين. بينما الاي او تي يركز على زيادة الكفاءة والانتاجية في البيئات الصناعية والتجارية. من ناحية نطاق الاستخدام. الاي او تي متل ما بتعرفوه. يستخدم في المنازل والاجهزة الشخصية والاجهزة الاستهلاكية الفردية. بينما الاي او تي يستخدم في الصناعة والتصنيع والطاقة والنقل والبنية التحتية مثل ما تفضل الدكتور حمزة. من جهة امن البيانات والموثوقية اللي هو الحقيقة موضوع كتير مهم. وشفتوا شو اللي صار امس واليوم. مطارات. بالخلل التقني والفني وقد يكون فيه هاكرز وقد يكون عدة احتمالات الها بس يعني كارثي. من جهة الاي او تي. الساعة ما حدف وما خفي اعظم. لسا هذا الحدث لا نعرف ايش هيصير او ايش هتطلع. بالضبط التسريبات شوية سوية عم تطلع بس ما خفي اعظم. بالنسبة للاي او تي قد يكون اقل امان وموثوقية مقارنة بالانظمة الصناعية. لانه الاي اي او تي تطلب مزيد من الامان. والموثوقية لانها نتائجها مثل ما بتعرفه انقطاع انتاج تكاليف عالية خسائر فادحة يعني. وقد تكون مثلا على المستشفيات على المصانع على الاشياء الكبيرة اللي بتغذي على المطارات على يعني كل الاشياء الصناعية والتجارية ذات التكاليف الانتاجية العالية. من جهة متطلبات الاداء الاي او تي مثل ما اه دكرته بيركز على تحسين الراحل المستخدم النهائي اللي هو الاند يوزر. بينما الاي او تي بيركز على تحقيق اقصى قدر من الانتاجية والكفاءة التشغيلية. يعني ما بدأ اطول عليكم نخلي الفرص على غيرنا. بشكل عام الاي اي او تي تطبيق هو تطبيق مفهوم الاي او تي بس في البيئات الصناعية والتجارية مع تركيز اكبر على الامان والموثوقية والاداء الامثل للعمليات. نعم. شكر لكم يعني ما حبيت اطيل. لا 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 ازاكم. جزيلا. نشكر. في حد اه حابب يعمل المداخلة مشاركة. في احد كاتب اه الاي او تي اه هو الجيل الجديد بعد التطوير الاي بي بي سيكس. سلام عبدالله. ممكن اه الاستاذ حسام عبدالله اه شاركنا او توضح لي اشو ال اشو الفكرة من ذكر الاي بي بي تي سيكس. عبدالله اه كان استاذ حسام ان يرفع ادات اليد لاي اعطائه الصداقية. شكرا 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 طيب طيب تقريبا الحوار حول الاي او تي والاي اي او تي يعني اه توضح او اشبعت الفكرة اه مثل ما توضى الاخر شيء المستشار قاسم الاي او تي بركز على جودة الحياة المستهلك النهائي المستخدم النهائي بينما الاي اي او تي بركز على الكفاءة في الانتاجية والعملية التشغيلية بس بيبقى عنا نقطة مهمة جدا انه هو المخاطر السبرانية فيها بين هادي وهادي الاثر على الخطر السبراني في الاي اي او تي اكبر بكتير من الاي او تي يعني مثلا اه نظام اي او تي في منزل مثلا لو تعرض للتحكير اه مين هيتضرر هيتضرر مثلا شخص واحد اللي هو صاحب البيت مثلا ما هيقدر يتحكم بالانارة ما هيقدر يتحكم مثلا بالتكييف ما اه ما هيحول عنده قدرة مثلا على رؤية الكاميرات او الحساسات اللي اللي حابطها في البيت بس بينما مثلا اه يعني او هذا مثال مثال واضح الخلال اللي صاب بعض المطارات والبنوك والمستشفيات بسبب اه تحديث برنامج اه يعني سايبر سيكوليتي على نظام مايكروسوفت اه انتو شفتو شنون المطارات تقريبا صارت في حالة شلال اسطنبول باريس لندن اه اماكن كتير اتعرضت للشلال وتأخير الرحلات والى الان الامور مايواضحة اه طبعا اه يعني اليوم كان فيه تقرير على الجزيرة انه القيمة السوقية لمايكروسوفت بسبب هذا الحدث من مبارحة لليوم اه نزلت تلاتة وعشرين مليار تخيل يعني مبلغ خلال خلال يوم واحد فسرته مايكروسوفت مشان هذا الحدث فشوفوا كيف اه يعني ممكن يكون حدث صغير نحن نشوفه صغير بس هو التأثير اه على على الواقع كتير كبير نفس الشيء الشركة اللي مصمم البرنامج الفالكون كمان خسرت بقيمتها عشرين مليار دولار فبالتالي الخبر في اي اي او تي كتير كبير صح المنافع كبيرة والرو اي كبير مثلا في الشركات او المصانع اللي بتعتمد الانترنت الاشياء الصناعي بس كمان المخاطر كتير كبيرة فيها لانه بتأثر بطريقة مخيفة يعني هذا الشيء اللي ممكن نحن يعني نميز فيه كمان موضوع المخاطر اكبر بكتير من اي او تي اه بقي الان عنا يعني مفهومين الثورة الصناعية الرابعة والثورة الصناعية الخامسة اه كيف ممكن انميز بيناتهم او اشو او اشو يعني الاضافة اللي عملتها مثلا الثورة الصناعية الخامسة على الثورة الصناعية الرابعة اتنانتهم مشتركين في موضوع الاتمة والعنصر الصناعي والكفاءة التشغيلية والصيانة التنبؤية ولكن فيه فرق واحد كبير اللي هو ميز الثورة الصناعية الخامسة اللي هي تبعت الثورة الصناعية الرابعة بشكل قريب جدا يعني ما احد كان متوقع انه تكون في ثورة صناعية خامسة قريبة جدا من الثورة الصناعية الرابعة ولكن هذه الثورة يعني طلعت لتصحح لتصحح مسار معين انخلق مع ثورة الصناعية الرابعة فاللي اذا ممكن احد يشاركنا او هيك طبعا انا انا يعني شرفت بتعديم بحث في المحفل الدوري الرابع عشر في المؤتمر الذكاء الاصطناعي وكان من ضمن البحث يعني شرحت الثورة الصناعية الرابعة والثورة الصناعية الخامسة واشو الفرق بيناتهم واشو كان الهدف من انه الثورة الصناعية الخامسة تبعت الثورة الصناعية الرابعة بهذا الشكل مين حابب مثلا يعمل يعني بدلما يعني الصيانة التنبؤية يعني يعطينا مثلا افكار تنبؤية او توقعات يعني لو هو ما بيعرف مثلا شيء دقيق عن الصيانة الرابعة يعني الثورة الصناعية الرابعة او الخامسة يعني لو توقعات لو مثلا من خلال الطلاعات او معرفتك البسيطة ممكن تحدثونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر السلام عليكم جدا جدا سعيد ومبسوط بالحضرة والدفاعل من الأستاذ الحضور من حضرتك طبعا طبعا ما أنا مختص بمدن الصورات الصناعية الرابعة والخمسة ولكن يعني الملاحظ أنه أول صورات صناعية مثلا الأولى والثانية والثالثة شوي مثلا كانت تعدمها للطاقة أكثر مثلا الطاقة الكهربائية ودخولها وطاقة الطاقة الأحثورية والنفسة والصورة الصناعية الخامسة بلشت أو التوجه أو الاهتمام يروح باتجاه الأتمتة وباتجاه التصنية وباتجاه الموضوع الإبعاد والعنصر البشري عن أماكن الخطر وباتجاه التصنية وبعدين صار الموضوع أوسع بشوي الثورة الصناعية الرابعة هي كانت دخول الرقماني والعالم الرقمي لموضوع الأتمتة فعمل نقلة كبيرة بموضوع الأتمتة للآلات والأشياء ولا كل شيء حوالينا عودة لنقطة حضرتك اللي حكيت أنه الثورة الصناعية الخامسة عن الرابعة بتفرأ هي بس تصحيح مسار فقد يكون أن تصحيح المسار هو بس أنه بالنسبة له هدف هاي الأتمتة أو هدف هذه الثورة الصناعية ومش بس تطبيق تكنولوجيا جديدة وتكنولوجيا رقمية بموضوع تحسين أداء وتحسين الكفاءة وغاية إلى آخره ولكن توجيه التحسين هذا كله باتجاه مفيدة البشرية بطريقة أخرى ممكن باتجاه الاستدامة ممكن باتجاه رياضة الأعمال ممكن باتجاهات تخلي البشرية أفضل أصبت الحقيقة في كبينها مباركة الفكرة أنه أنا استقلت بطرحة من كلمتك أنه هو تصحيح فالتصحيح يكون عبارة عن أنه توجيه الهدف وتوجيه المسار باتجاه هدف معاني يكون هو للبشرية الأفضل والأصلح والأنجاح نعم صحيح بزيك خير يا دكتور برك الله فيك فعلا مثل ما فضل سعاد الدكتور أحمد الثورة الصناعية الرابعة هي يعني هي الرقبنة هي الأتمتة هي يعني إعطاء الصلاحية الكاملة للآلة إبعاد إبعاد الخطأ البشري ما فينا نقول إبعاد البشر لأنه نحن ما ممكن نبعد البشر عن العملية الإنتاجية ولكن إبعاد الخطأ البشري ولكن سيكون عندنا نوعية في البشر اللي حديث هيتعاملوا مع الآلات أو يتعاملوا مع الأنظمة وبالتالي مثلا نحن لازم يكون عندنا مهندسين ذكاء اصطناعي مهندسين مختصين بعلم الآلة وبالتالي الوظايف اللي مثلا اللي كان مثلا البسيطة اللي يمكن يؤديها الإنسان مثل أعمال التحميل والتنزيل وخطوط الإنتاج وهي يعني تم إزاحة البشر عنه هلأ الخطر اللي اللي تمثل في الثورة الصناعية الرابعة أنه الثورة الصناعية الرابعة صار القرار في يعني أنا ذكرت أنا موضوع اتخاذ القرار decision making صار صار آلي صار مؤتمة ما فيه تدخل للبشر فبالتالي ممكن الآلة لا سمح الله أنه يعني تدمر المكان اللي هي فيه أو قراره يكون يكون مدمر مثلا حيحادث يعني صارت في روسيا أنه النظام المسؤول عن الصواريخ النووية النظام قال فيه تهديد فيه خطر فبالتالي كان بده تنطلق صواريخ نووية للتعامل مع هذا التهديد بس فيه لحظة معينة قائد معين قال لا ممكن يكون هذا خطأ من السيستم ما يعني ما في عنا لا معطيات استخباراتية ولا شيء أنه ممكن يكون فيه توجيب فبالتالي اليوم لما شافوا أن التورة الصيناعية الرابعة عم تعطي الصلاحية الكاملة للآلة أنه هي تتخذ القرار وتولد الأحداث واواواواواوا فممكن يصير عندنا قرارات خاطئة وتدمير للنظم وتدمير لمقد قد تدمر الحياة البشرية ويعني والمثال اللي صار معنا نحنا في هذول اليوم مثال كتير كبير أنه القرار بس للآلة أنه هي تحدث البرنامج في وقت معين هذا التحديث ممكن يكون في وقت ما يكون فيه مثلا في ذروة عمل فلما صار التحديث مثلا في ذروة عمل أو تباطئ التحديث على ما يدعو الآن وبالتالي صارت لنا مشكلة وبالتالي هون انتفى الدور البشري أو اتخاذ القرار بتوافق مع القرار البشري وبالتالي جاءت الثورة الصناعية الخامسة مثل ما تفضل سعى الدكتور أحمد هي لإعادة الأمور إلى نصابها في اتخاذ القرار طبعا حنحافظ على الانتاجية والكفاءة والأتمة وهيك ولكن جنبا إلى جنب مع العنصر البشري الفعال يعني لازم يكون فيه دور للعنصر البشري إلى جانب الآلة في الثورة الصناعية الخامسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فبالتالي أنا كنت في بحثي ذكرت يمكن أن نصطلح أن الثورة الصناعية الخامسة هي الثورة الصناعية الخضراء ليش؟ خضراء لأنها بتتحافظ على يعني التنمية المستدامة وخضراء بتتحافظ على العنصر البشري فبالتالي الثورة الصناعية الخامسة هي هي امتداد للثورة الصناعية الرابعة ولكن بتصحيح مسار أنه العنصر البشري هو الرائد وهو الأساس وليس الأتمة قد ما تفوقت الآلة في عمليات الحسابية ومعالجة البيانات والمعطيات خلال أجزاء صغيرة من الثانية لا يمكن أن نغفل الدور البشري أبداً أبداً لأنه بالأخير نحن بحاجة للحس وللحدث البشري اللي ما تملكوا هاي الآلة في أمر معين لذلك هنا يبرز الدور الأخلاقي أو المعيار الأخلاقي والقانوني لتطبيقات الثورات الصناعية الرابعة والخامسة وهذا هو كان عنوان بحثي في المحفل تحديات التحول الصناعي والمعيار الأخلاقي كلنا اليوم عم نشوف آلاف الأدوات من الذكاء الاصطناعي والتطبيقات عم تظهر والناس عم تستخدمها بس في أشياء عم يضر الحياة البشرية مثلاً في الحياة العلمية مثلاً الآن ممكن خلال بعض الأدوات ممكن أنت تكتب بحث كامل متكامل عبر الذكاء الاصطناعي ولا ممكن أنت تتعب حالك ولا تدخل حالك ولا ممكن لا دكتور ولا دكتورين ولا ثلاثة يكتشفوا أنه أنت عامل هذا البحث من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي فبالتالي هون يعني أنا الإنسان اللي مثلاً عامل البحث ستعب عليه شهر وشهرين وثلاثة ويعني على ما يقال ذهبت ثلث ماء عينه على هذا البحث إنت بتجي بتكتب بس شوية مصطلحات وشوية كلمات مفتاحية لتطبيق ذكاء اصطناعي وبتخليه هو يولد لك البحث ويعطيك الأهداف والنتائج وهنا يعني انتفى عنصر العدالة في مثل هذه الأبحاث فبالتالي مثل هذه التطبيقات لابد أنه تنحضر فيه مثلاً في المجال الأكاديمي ولابد من أنه يكون في عندنا أدوات تكتشفى وتعاقب الشخص اللي ممكن يستخدمها في أدوات ممكن نحن نستفيد منها كتير في حياتنا زهرت يعني في الذكاء الاصطناعي ويز ممكن نستفيد منها بس يعني في أدوات لا يعني ممكن تأثر على البشرية ممكن تقترق الخصوصية ممكن يعني تكون سبب دمار مجتمعات يعني أحياناً التحول السريع في التورة الصناعية قد يؤدي إلى فقدان كتير من الأشخاص وظائفهم وبالتالي تأثرت حياة الاجتماعية للناس كتير فبالتالي لابد من أنه يكون في معيار أخلاقي وفي قوانين تضبط هذا التحول من يعني من الثورة الصناعية الثالثة إلى الثورة الصناعية الرابعة مع مراعاة الخصوصية لكل بلد أو لكل مجمع أو لكل مكان بما يحقق سعادة البشرين الله سبحانه وتعالى هو استخلاف الإنسان في الأرض ما استخلاف الآلة الله سبحانه وتعالى سخر الآلة للإنسان وبالتالي يعني اليوم من الثورة الصناعية الرابعة كانت رايحة باتجاه أنه الآلة هي فوق كل شيء فوق الإنسان فوق العقل الله سبحانه وتعالى هو اللي كرمنا وهو اللي كشف لنا أسرار هذه الآلات وأسرار هذه العلوم مشان نقوم نحن بمهمة الاستخلاف في الأرض وليس أنه أنه الآلة تصير هي الخليفة وتقضي علينا أو تدمر يعني النظم المجتمعية والحياة الاقتصادية لكثير من الناس فهون يعني ببرز دور كتير يعني دور الحكومات ودور الجامعات دور مركز مراكز الأبحاث والتطوير إنها يعني ما تخلي شيء يضغى على شيء ممكن في الناس بحكم مثلاً والله هن شغالين في المجال الصناعي واستثمروا أموال في المجال الصناعي فحابين إنه خلاص يعني يركبوا إنه موجد الآلة وبس الإنسان خلاص ما ععد منه فائدة ولا أخطاء كبيرة أو هيك طبعاً الله سبحانه وتعالى قال كلا إن الإنسان لا يضغى الطغيان موجود فبالتالي لابد من ضابط أخلاقي ومعيار قانوني يحد من هذا الطغيان يعني لا إفراط ولا تفريد لا نفرط في العنصر البشري ولا نفرط في استخدام الآلة على حساب العنصر البشري وعلى حساب النسيج الاجتماعي وعلى حساب الحياة الاقتصادية فبالتالي يعني لابد من إنه نكون في مسار وسطي وجعلناك مؤمة وسطاً وبالتالي هون دور صراحة يعني مراكز الأبحاث والجامعات هي يعني تحمل عبء كبير بإنها تكون فاهمة الأدوات الجديدة اللي بدأت تغذو السوق وإنها تكون المحكم لهذه الأدوات وتقول ما هو نافع وما هو ضاع وما هو يمكن استخدامه في هذا المجال وما يحضر استخدامه في مجال معين ويكون في معيار أخلاقي في قانون تضبط هذه الأدوات وإلا نحن بدنا يعني ممكن لا سمح الله يعني حياة كثير من البشر ممكن تتدمر وبالتالي هذا ممكن يخلق حالة من الجريمة حالة من الانفلات الأمني كل هذا وارد كله يعني نحتاج أنه نضبطه إن شاء ما تخرج الأمور عن نطاق السيطرة أظن يعني إن شاء الله أنه الفكرة توضحت بين الثورة الصناعية الرابعة وتحدياتها وثورة الصناعية الخامسة الثورة الصناعية الخامسة بالمختصر هي إكمال لمسيرة الثورة الصناعية الرابعة من حيث الأتمة واستخدام البيانات الضخمة والسحابة وكل هذه الأشياء ولكن جنبا إلى جنب العنصر البشري العنصر البشري هو صاحب القرار النهائي وهو اللي ممكن يضبط الآلة بطريقة ما تطغى فيها الآلة على الإنتاج وعلى الحياة أخوان الدكتور فيني شارك إيه تفضل نعم حابت وضح يعني نقطة يعني مهمة الثورة الصناعية الرابعة هي المرحلة الجديدة الحالية في الوقت الخالي نعيشها فالذكارة الصناعية هي منتشر يعني بشكل كبير جدا في التطبيقات والأنترنت الصناعي وكما ذكرتم يعني حضرتكم وفيها يعني الثورة الصناعية أيضا فيها تغيير في النماذج التجارية والعمليات أيضا في منصات الرقمية الجديدة التي انتشرت حاليا فهذه أيضا من ضمن الثورة الصناعية الرابعة نعم نعم بينما الثورة الصناعية الخامسة لا تزال قيد التطور يعني ففي هذه المرحلة أعتقد أنه يعني سيتم يعني الاستدامة تنمية الموفاهم الاستدامة أكثر يعني في هذه المرحلة لا لا هي مطبقة الثورة الصناعية الخامسة أستاذة زفار هي يعني بدأت في مرحلة التطبيق لأنه هي عبارة عن مصحح للثورة الصناعية الرابعة في أنه ما يكون يعني ما يتكون العلم الآلي يفوق البشر يعني ما يكون في قرار من الآلة بدون ما يكون جنبا إلى جنب العنصر البشري العنصر البشري حيدخل في الثورة الصناعية الرابعة ووجهها باتجاه الاستدامة بحيث أنه هذه الثورة تستمر يعني بإنتاجيتها وبخصائصة إلى جانب الاستدامة وتحقيق شروط التنمية المستدامة والحفاظ على القرار بيد البشر الحفاظ على الحياة والبيئة وأنه يكون بالنهاية البشر هو الرائد وليس الآلة يعني الثورة الصناعية الرابعة جعلت من الآلة الرائد يعني في المجال أما الثورة الصناعية الخامسة جاءت لصحح هذا المسار يعني الآن الثورة الصناعية الخامسة عم تتطبق على الثورة الصناعية الرابعة بحيث يعني تصحح الأهداف وتصحح المسارات مشان ما نخرج هلأ يعني خلينا نقول نحن يعني نسع يعني ما كتير شفنا تطبيقات أصلا الثورة الصناعية الرابعة في حياتنا العملية حتى نقول الثورة الصناعية الخامسة موجودة طبعا يعني هذا بختلف من بلد لبلد يعني ممكن مثلا يكون في أوروبا يعني الحياة أوضح يعني أو يعني العناصر الثورة الصناعية الرابعة والخامسة أوضح ممكن يكون في بلادنا الأمر الرسع ما واضح كتير يعني أنا مثلا بضرب مثال مثلا أنا أبحثكم أنه يعني في البداية أنا مهندس اتصالات فبالتالي مثلا اليوم مثلا في بعض الدول بتقول لك أنا عندي 5G بتشوف أنت مثلا على جوالك بتشوف أنه والله جوالك أحيانا بكون 4G أو 5G بس يا ترى هل نحن فعلا يعني عم ناخد الخصائص تبع 5G بشكل كامل أنا بقول لا في بلادنا يعني لسه العربية أو الشرق الأوسط لا نحن يعني اللهم انتقلوا بس على حيز ترددي اللي هو 5G بس انتقلنا من تردد معين إلى تردد معين نقلنا من 4G لل5G بس باقي الخصائص اللي هي داخل 5G لسا ما تم تطبيقة ولا تم تحييئة البنية التحتية سواء في أنظمة الاتصالات أو في أنظمة الشبكات لأنها تتطبق لأنه هذا واحد من التحديات يعني اللي ممكن يكون عنده شوي متابع على منتديات دافوس مثلا منتدى دافوس 2016 يعني قبل من سنوات كان عنوانه كان له عنوانين هيك المهاجرين تحديات تطبيق الثورة الصناعية الرابعة يعني هذا كان هذا عنوان منتدى دافوس فكان يعني كان المنتدى عب ناقش التحديات اللي بتواجهن ليطبقوا الثورة الصناعية الرابعة يعني ثورة الصناعية الرابعة جاهزة في المختبرات وفي المراكز وهيك جاهزة لأنها تتطبق بس البناء التحتية في البلدان مختلفة ومتخلفة عن تطبيق كل مخرجات هذه الثورة الصناعية الرابعة يعني نحن اليوم أكثر شيء إيش منعرف عن مخرجات الثورة الصناعية الرابعة هي أدوات مثلا أدوات الذكاء الصناعي يعني سرعة الأنترنت يعني حتى مثلا نرجع للمثال الفايف جي الفايف جي اللي هو حقيقة فايف جي لازم يعطيني لازم يعطيني مية ضعف في عملية التحميل من الانترنت عن الفور جي يعني مثلا إذا أنا بدي أحمل فيديو مدته خمس دقائق بالفور جي مثلا في دقيقتين أنا لازم بالفايف جي لازم أقسمه عالمية عملية التحميل فهل هذا هو واقع في بلادنا؟ لسا ما هو واقع في بلادنا وبالتالي يعني نحن لسا أمام يعني هي يعني ثورة صناعية الرابعة عبارة عن بلوكات بعضها فوق بعض نحن لسا عم نشوف البلوكات الأساسية المبدئية قد يكون مثلا في بلدان مثلا مثل الخليج متقدمة أكثر عن البلدان مثلا في القسم الآسيوي مثلا عن القسم الأفريقي أو هكذا بس ولكن بالساعتنا نحن في مرحلة يعني الطبخ يعني الأدوات والثورة الصناعية الرابعة كلها لساعتها في مرحلة الطبخ أو الثور أو الثوران أنا بسميها بركان ثائب ما بنعرف إشو المفرزات النهائية اللي حتبقى بذلك يعني هون دورنا كأمة إسلامية أنه يعني نجعل أننا يعني في هذا السوق سوق خاص فينا ويميزنا ونختار الأدوات والتطبيقات اللي بتفيد حياتنا وما بتجعلنا كمان أنه نحن نكون يعني استمرار التبعية في هذا المجال استمرارية يعني خاطئة اليوم شفنا مثال المايكروسوفت في المطارات وهكذا يعني اليوم لأنه مثلا معظم العالم باعتمر على نظام ويندوز بينما في عندنا لينوكس في عندنا كثير أنظمة بس ولكن يعني الانبهار بالمنتج الأمريكي ويندوز ويندوز طيب الويندوز في لحظة معينة اليوم سوى مشكلة وحدة في التحديث أو سوى يعني أو هو حدث أمني أو تقني كم عطى الحياة وكم مثلا صار فيه دروب في الأمور المالية وبالتالي يعني الأمر بحتاج أنه يكون فيه في دراسة معمقة لهذا المجال وكلهم يعني حسب اختصاصه يعني يحاول يساعد في هذا المجال جزاك ملاقب بس فيه دكتور دكتور سيف دكتور سيف كاتب عن سيف كاتبين تضل تضل مستشار ساعة المستشار إذا فيه مداخلة السلام عليكم السلام وبركاته يعني هو فرق بالفايف جي والفور جي بس موضوع السرعة يعني أنه مثل ما تفضلت لأنه سرعة نقل بيانات في الفور جي مثلا ميت ميجا بايت في الثانية مفروض بالفايف جي جيجا بايت في الثانية يعني عشر أضعاف والإبطاء أنه الإبطاء يعني بالاتصال الاتصال مثلا بالفور جي مفروض يكون مو أكثر من خمسين ميلي سكند يعني خمسين ميلي بالثانية جزء من الثانية بينما الفايف جي مفروض يكون واحد ميلي سكند يعني أقل خمسين مرة أقل من الفور جي لكن لو بدأ نيجي للواقع عنا مثلا ما عم تيجي هالسرعات حتى الفور جي عم تيجي كان لسا جيل الأقدم فيه شغلة كثيرة اللي هي الموثوقية طبعا والأشياء أنه بالفور جي فيها توافر يعني معدل جيد بس مو كافي للتطبيقات الحرجة الصناعية الكبيرة اللي هي بتتميز فيها وتوافرها للفايف جي عالية جدا ومناسبة للتطبيقات الحساسة مثل الساقية حاليا بالدول مثل أوروبا مثل الصين حتى اللي هي الاوتو درايفينج كارد تيارات ذاتية القيادة هي بدها فايف جي ما بتمشي على الفور جي نعم لذلك أنا ضربت مثال هذا الفايف جي والفور جي أنا ضربته مثال وليس يعني هو ما لا علاقة بين الثورة الصناعية الرابعة والثورة الصناعية الخامس بس أنا ضربته مثال أنه الساعة نحن ما وصلنا لأنه فعلا تكون عندنا البنية التحتية المتكاملة لتطبيق الثورة الصناعية الرابعة والخامس موجودة بكل الدول الموجودة عندنا لسه الاتصال للألياف البصرية والأشياء اللي بتطلب الصراعات العالية لسه البنية التحتية مو مهيئة بالكامل يمكن جزيا في بعض البلدان أو ماشي فيها يعني فلن بتكلم عن المنطقة العربية بشكل نعم اتصال للأجهزة مثلا الفور جي مثلا نقول بتربط آلاف الأجهزة الفايف جي ملايين الأجهزة بنفس المنطقة الوحدة يعني كمان هاي يعني السعات السعات الكبيرة ونقل البك داتا والأمور التانية بالنسبة للتطبيقات الفور جي مثلا عم نقول البث الفيديو الجيمز الأشياء بينما الفايف جي رح بما أنها سريعة جدا في نقل الداتا رح تفتح لك من المجال لتطبيقات كثيرة مثل مثال السيارات والطب عن بعد لما العمليات يعني بكون طبيب في منطقة وبدي يعطي الأجزاء هاي من الثانية بتأثر بحياة مريض بعملية جراحية نعم مثلا بالتقنيات اللي عم يستخدموها بالسرعة بالمرونة بقدرة الانتصالات اللاسلكية يعني رح يعطي كثير كمان من تطبيقات مبتكرة في المستقبل مثل ما تفضلت أنه في أجهزة بديلة للمايكروسوفت كثير بس لأنه المايكروسوفت أكتر اللي عملوا التطبيقات عملوها متناسبة مع المايكروسوفت التطبيقات المكتبية التطبيقات الصناعية التطبيقات قواعد البيانات الـ SQL الثانية والشركة هاي اللي صارت الحركة أمس اللي لوم الطيرات اللي هي شركة Strike أصل رئيسة التنفيذية كورتس هذا يهودي وكتير زيارات وعلى إسرائيل وكذا ومن زمان من 2016 في خلافات بين وبين المايكروسوفت يعني مثل ما تفضلت فيه فيه وراء الأكمة ما وراءها نعم نعم بس حبيت هاي المداخلة الله يسمى شكرا الله يسمى شكرا 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 يعني شكرا وضحنا فكرة الـ I-I-O-T والـ I-O-T والثورة الصناعية الرابعة والثورة الصناعية الخامسة بطريقة سليسة وتكون شكرا واضحة للجميع هلأ وين ممكن نشوف يعني تطبيقات الثورة الصناعية أو الانترنت الأشياء الصناعي في البزنس وإش يعني إش الفوائد اللي حتكون من تطبيق الثورة الصناعية أو الانترنت الأشياء في يعني في قطاع الأعمال هلأ ممكن يكون أول شيء يعني تكلمنا فيه هو ميزة يعني بتصير عملية الانتاج ذكية بحيث أنها يعني بتمكن أنه موضوع الريال تايم صير عنا ريال تايم يعني بيرفكت يعني مية بالمية يعني مثلا يقع حدث مثلا يقع حدث في في مثلا في الدوحة في الوقت الحقيقي تماما ممكن أنا أشوفه في لندن وأعمل عليه المفترض ممكن مثلا يكون عندي أنا المصنع في الدوحة وممكن يكون عندي المركز الرئيسي لهذا المصنع في لندن فممكن أنا عبر عبر هون ببرز يعني موضوع أنه زي ما تكلمنا على موضوع سرعة الانترنت يعني نحن لازم يكون عنا فعلا الانترنت سريع بطريقة هائلة حيث أنه يساعدني على نقل الحدث في الريال تايم إذا ما كانت عندي سرعة الانترنت فائقة وطبعا العالم كله سوف يتحول إلى الفايبر في أعمال النقل البيانات حتى الآن الصين طبعا عنده مجموعة أقبار معتمدة على تقنيات الضوئية يعني هلأ ممكن نحكي كمان في موضوع الانتقال من عصر الالكترونات إلى عصر الفوتونات ديصير الفوتون الضوئي هو الأساس في عملية الثورة الصناعية الرابعة هلأ كلتنا بنعرف الواي فاي الواي فاي مثلا الآن في جيل السادس طبعا في عنا شيء اسمه ال يعني هي اللي هتكون قائد الانترنت يعني هتصير هي منبع الانترنت وهي موصل الانترنت هذا هو التوجه يعني الجديد للثورة الصناعية الرابعة فبالتالي نحن يعني هدون العالم لما فكروا إذا نحن بنظل نعتمد على نفس تقنية الثورة الصناعية الثالثة نشاء ننتقل موجة جديدة من الانتاج فبالتالي ما رح تعطينا كفاءة كبيرة فبالتالي درسوا طبعا كلنا بنعرف أنه موضوع الفايبر الفايبر أوبتيك موجود يعني بس ما كان آخد يعني نصيبه من الدراسة والتطبيق فقرروا أنه ينتقلوا من عصر الإلكترونيات إلى عصر الفوتونات طبعا هون بدخل دور الفيزياء الكومومية طبعا بدأت انتشر عندنا الحواسيب الكومومية وحتى السحابات الكومومية فبالتالي الموضوع يعني فيه قفزة كبيرة يعني فيه كتير مفاهيم حتتغير يعني نحن كنا نحكي على مفاهيم النسبية مثلا بعلم الفيزياء الكومومي ما هتطبق القوانين النسبية فيه قوانين مختلفة هي اللي هتبدأ تحكم العالم هتحكم التصنيع هتحكم البزنس وبالتالي يعني حيطلع جيل جديد بده يحسن يتعامل مع هاي الثورة قد يكون مثلا نحن ما يعني ما نقدر نواكب الثورة بكل معطياتها بس ممكن جيل أولادنا هن اللي هلأ عمرهم خمسة عشر أو عشر أو عشرين هن اللي ممكن يكونوا رواد هذه الثورة ويكون نحن أقل شيء دور موجه إلون يعني أنه يكون العنصر الأخلاقي والقيمي هو الضابط وهو اللي فوق كل اعتبار في علم الآلة يعني يعني مثل ما حكينا أنه مواضيع المانوفاكتورينج الريال تايم الصيانة التنبؤية تعزيز الانتاجية وتتبع يعني الانتاج بطريقة دقيقة جدا طبعا كلنا منعرف موضوع الانيرجي مانجمينت كثير موضوع الانيرجي بهمنا كل ما حكينا نحن مثلا على على انتاج عالي فبالتالي أنا عندي استهلاك طاقة فبالتالي أنا لابد من أنه يكون عندي كمان توفير في الطاقة وترشيد في استهلاك الطاقة بحيث أنه ما يكون عندي استهلاك زائد لأنه أنا مهمتي أني أعمل يعني تقليل التكاليف وزيادة الانتاجين فهذا لابد من أني أعمله الضبط وأعمله أدوات قياس طبعا ما يميز الثورة الصناعية الرابعة هو الدقة يعني الثورة الصناعية الرابعة أكثر دقة من الثورة الصناعية الثالثة في أدوات القياس وأدوات الانتاج والمتابعة والتايم مثلا أنه يعني أكثر ما يميز الثورة الصناعية الرابعة هو الريال تايم لما يكون عندي وقت حقيقي يكون كل مراقب بالوقت الحقيقي في أماكن مختلفة فلذلك نحن يعني ممكن تكون عنا السحابة مرتبط فيها ألاف الأجهزة سواء مثلا جوال تابلت حاسوب حساس حركة حساس حرارة حساس رطوبة حساس سيارة رادارات مثلا السيارة كله كله هذا يعني بالأخير هذه اسم أجهزة طرفية كلها تتطبط على سحابة ممكن تكون مثلا هالسحابة موجودة مثلا في أمريكا السحابة موجودة في بريطانيا فلابد أنه تكون كل هذه الأجهزة عبتعطي بيانات عبتدفق إلى البيانات بالوقت الحقيقي يعني إرسال واستقبال وبالتالي هذا بيحتاج كتير من الدقة وبيحتاج بنفس الوقت الكتير من المراقبة والكتير من من التوفير مشان ما يعني ما يختل عندي موضوع الكفاءة الإنتاجية والكلفة التشغيلية طبعا كمان مهم عندي إني أنا أراقب الأصول يعني كيف أستفيد من الأصول الموجودة عندي بكفاءة عالية فما؟ وكمان موضوع السلاسل التوذيب هذا أمر مهم كتير في موضوع الإي آي أو تي لأنه بتحلي أنه متابعة المنتج سواء من مرحلة التصنيع لمرحلة الوصول للإنديوزر يعني مثلا من الأشياء اللي يعني اللي مخطط إلا في الثورة الصناعية الرابعة ممكن تختفي مثلا أسواق الجوالات يعني واحد من الأمثلة أنه أسواق الجوالات هاي ممكن تختفي ما ممكن ما عد في محلات تنزل تختار جوال أو يعني تنتقي جوال لا الفكرة المستقبلية من أنه الأنترنت أشياء يعني وتصير أنت من جوالك يصير عندك مثلا موبايل أبليكيشن لا مثلا شركة هواوي أو لا شركة سامسونج أو لا شركة شاومي هذا التطبيق بتحلك أنه أنت تصمم الجوالك اللي أنت اللي أنت بدك يا تشتري فبالتالي تدخل أنت على التطبيق بتجي بتختار مثلا من موضوع المعالج لموضوع الرام لموضوع الشاشة للماتيريا اللي بدك يعني يصنع منه الجهاز أنت أنت تختاره يعني بكل سلاسة وسهولة وخلاص وتقول هذا هذا المنتج اللي أنا بدي هي الخصائص اللي بديها في المنتج وتعمل 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 عملية والجهاز خلاص يقول لك مثلا خلال عشرين يوم هو حيكون مصنع وواصل إلك وممكن أنت تعمل تتبع له في كل مرحلة من مراحل التصنيع أو من مراحل الشحن فهذه أمثلة يعني هاي مثلا أنه من الأشياء اللي مستهدفة في الثورة الصناعية الرابعة أنه أنه ينقضى على موضوع الأسواق المباشرة وهيك خلاص يصير كل شخص يطلب الشيء اللي هو بده إياه المنتج يتبده إياه من المصنع مباشر بدون ما يكون في عمليات متعددة في يعني في وصول المنتج له الآن ممكن نحكي شوي بال بنيفت أظن يعني يعني من خلال طارقنا للحديث حكينا أول شي عندنا زيادة الكفاءة والإنتاج حيث أنه الانتاجية والكفاءة ازداد عندي يعني الكفاءة زيادة الكفاءة هي إيش معنا هذا هي الاستفادة من الموارد الموجودة بأقصى حد والزيادة الانتاجية إني كمان إني أعمل زيادة في الانتاج إلى أعلى حد من خلال استغلال الموارد الموجودة عندي طبعا أو إنتاج الشيبات معين هي اللي حالة بتقرر بدون ما أنه مثلا البشر يدخلوا أو شي بناء على المعطيات اللي عندها ممكن والله مثلا يعني عندها بمئة ألف مثلا لجهاز معين فهي الحالة الآلة بتغير المعطيات بتزيد السرعة بتزيد الساعات العمل أو بشكل يعني ما يدخل في البشر أبدا أبدا خلاص أنه القرار بيد الآلة مية بالمية طبعا ما تكلمنا على موضوع الكود سيفينج أنه نحن موضوع التوفير في الكلاف مشان أنا أحصل على على بحيس أنه أستفيد من وفرة الانتاج ومن كفاءة الانتاج تقليل التكاليف وبالتالي بزيد عندي الربح طيب كمان موضوع يعني موضوع السيفتي كمان وضوع مهم جدا ومشاكل الأمان في الانتاج وهيك طبعا يعني لما يكون عندنا البشر عم تشتغل في آلات أو مصانع ممكن يكون في مخاطر ممكن الإنسان يتعرض مثلا للسقوط يتعرض أنه والله مثلا الآلة ممكن تأزي أو هيك طبعا هاي الأشياء يعني ثورة صناعية الرابعة تكاد تكون معدومة يعني فبالتالي هنا يعني كمان أنه في نوع من الحفاظ على النوع البشري ولكن من جهة أخرى يعني في نوع من إضعاف سلطة العنصر البشري في الثورة الصناعية الرابعة طبعا ما تكلمنا على موضوع الرواي أنه في شي راح يدخل عالم البزنس الجديد يعني يعطي سرعات عالية ويعطي إنتاج بكميات كبيرة حيث أنه تعطي سهولة في يعني في الوصول للمنتج يعني أنا اليوم كل ما زاد عندي أعداد المنتج كل ما يعني صار الوصول له سهل كل ما الناس أسهل أنه تعرف أنه في هذا المنتج يعني مثلا أنا أضرب خلال الجوالات يعني مثلا قبل عشر سنوات أو سبع سنوات أو سمان سنوات ما كنا نسمع بشي اسمه شاومي أو هواوي أو أو تمام ولكن اشو الشي اللي خلانا أنه نسمع بهدول البرندات كنا مثلا نسمع نسمع من زمان بنوكيا كنا نسمع بعدين مثلا أنا ممكن كان فيه برندات كتير اليوم صارت في السوق بس نحن ما كنا سمع نسمع نسمع بها قبل وهو هذا يعني هون بيت القصيد أنه وفرة الانتاج هي اللي تعطيني سمعة هي اللي تخلي منتجي ينتشر والناس تتعرف عليه وصير تستخدمه فبالتالي سواء كان المنتج بجودة عالية أو بجودة رديئة هذا يعني السوق هو اللي حيحكم عليه بس بالتالي بس أنه نحن عرفنا فيه شي اسمه هواوي عرفنا فيه شي اسمه أوبو عرفنا فيه شي اسمه مثلا شاومي قبل العشر سنين ما كنا نعرف مثلا هذه المنتجات فبالتالي أنا يعني ممكن أحقق السمعة بس ممكن أحقق يعني نحن نصادف منتجات في حياتنا ممكن نستعمل مرة وما نكرر استخدامه بسبب مثلا جودتها بسبب الفاليو ما بتكافئ البرايس اللي أنت ممكن تدفعه فممكن أنت بعد فترة هذا المنتج خلص يعني ما يعود متوفر في السوق بسبب يعني أنه الناس توجهت أنه هذا المنتج ما بيحقق متطلباتي ما بيحقق غاياتي ممكن الجودة بتعمل توافق بين الجودة والسعر يعني اليوم ممكن تشوف جوال قيمته مثلا عشرة دولار جوال قيمته خمسة عشر دولار بسهولة ممكن تشوفه بس يا ترى ماذا عن الجودة ماذا عن الكفاءة يا ترى كم عمره مثلا الافتراضي شهر شهرين ثلاثة خمسة ممكن يكون عمره سنة عمره سنتين هون دور يعني دور الانسان باتخاذ القرار ممكن يعني ممكن الانسان يتخذ قراره والله جوال خييف مثلا من خمسة عشر دولار والله ممكن انا اخده ولو عاش معاي شهر شهر اوكي ممكن الانسان اخر لا يقول لا انا مثلا والله ما بحط جوال وبحط فيه معلوماتي وبياناتي واستعمله شهر او شهرين وعرض لتخطر فبالتالي لا انا ما بستعمل الا الجوال له موثوقية او هيك فبالنهاية الانسان هو صاحب القرار بانه يمشي مع ايا مثلا مع ايا منتج مع ايا خدمة ممكن يعني يتحقق له غاياته قد يكون احتياج شخص مختلف عن احتياج شخص فبالتالي ممكن منتج يناسب شخص بظرف معين او في ساعة وفي خيارات متعددة هلأ ايش ايش التحديات ايش التهديدات اللي ممكن تواجهنا في احني في انتر مثل اشياء الصناعية اول شيء يعني وسيد التهديدات والمشاكل هو جماعة السايبر سيكيريتي او يعني اكبر شيء مثل ما انا نحنا كل ما ازداد عنا الاعتماد على الانترنت وكل ما زادت اعداد الاجهزة المرتبط على الانترنت كل ما زاد عنا المخاطر كل ما زاد عنا الاختراق الامني لانه كل ما توسع نطاق الشبكة كل ما زاد الخطر يعني نتماعنا ممكن الشبكة مسلا شبكة منزلية او شبكة مسلا منؤسسة صغيرة عندها فرع او فرعين مسلا في مدينتين مختلفات هذا لو مسلا لو تب اختراق الشبكة تبعيتهم او اختراق الموقع الالكتروني يعني ضررة بكون ايش بسيط مقارنة بمسلا والله مثلا 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 والله السيستم تبع مايكروسوفت ما تحدث بسبب انه والله الشركة ما حدثت برنامج فالكون اللي هو مسؤول عن يعني عن الامن السبراني لهذه المنظومة وبالتالي التهديد كبير وبالتالي العطل صار كبير يعني ممكن يعني لو بحسنا انه شوف كم ممكن نكون مثلا تذاكر الدولة مثلا او الشركات عوضت عنهم قد يكون مثلا في اشخاص رحيرفعوا قضايا رحيرفعوا دعاوة مثلا تأخروا في المطارات كان عندهم ارتباطات كان عندهم مثلا صغرة امنية او او حاول يختلف نظام عم معتمد عليه اعداد كتير كبيرة فبالتالي بال المخاطر السبرانية هي التحدي الاكبر لذلك يعني اكتر شي بيركزوا عن الموضوع بطريقة يعني انه تكون امنة لهذه المجموعة الكبيرة من الاجهزة الطرفية والسحابة يعني الالكترونية اللي عم بتدير هذه المنظومة وبالتالي اكبر تهديد عنها هو السايبر سيكوريتي هو الامن السبراني تاني شي موضوع التكامل يعني بين الانظمة موضوع التكامل جدا مهم كبير يعني ممكن يكون انا عندي انا بس انا ممكن انا اتمت مصنع تمام ممكن يكون هذا المصنع مرتبط بمصانع تانية يعني ممكن مصنع في دولة معينة بيصنع قطعة معينة لشركة تانية في دولة تانية يعني مثلا شركة بي ام تمام عندها سيارات ممكن تروح لشركة في ماليزيا او شركة في الصين او شركة في سنجافورة انه تصنع عندها قطعة معينة من ضمن الانتاجها مثلا هالمصنع في سنجافورة بانتج عدة اشياء مو بس القطعة هذي اللي بانتج البي ام دابليو فبالتالي كمان لازم يكون في بين السيستم هذا المصنع والسيستم الخاص ببي ام فبالتالي لازم يكون في تكامل ازا ما كان في تكامل وتخاطب يعني بالريل تايم ممكن تصير مشاكل وممكن تصير يعني اشياء معينة تعيق انه الانتاج او شي طبعا ممكن شركة بي ام بدها تراقب الجودة في الانتاج وممكن يكون عندها يعني معين او شي فهتراقب المصنع بالتالي لازم هون يكون في لازم يكون في تكامل بين اللي موجود في شركة بي ام في المانيا مسلا ف يترى هل بنية البرمجية اللي هون تتوافق مية بالمية مع البنية البرمجية هني او بحتاج انه يكون في برنامج وسيط او شي فبالتالي هون يعني هذه واحدة من التحديات اللي ممكن تواجه الناس اللي بشتغلوا في الاشياء الصينية طبعا كمان خصوصية الدا كمان امر مهم جدا الخصوصية مهمة جدا جدا فبالتالي كل مصنع مسلا او كل شركة حريصة انه تحافظ على خصوصيتها في البيانات اللي هي عندها وما تكون معرضة للسرقة من المنافسين مسلا هذا يعني شيء مهم جدا كمان موضوع السكيلز والتالنت قاب بصير عنها يعني موضوع تنمية المهارات وتدريب التيم على المخرجات او او انتاج المخرجات للثورة الصناعية الرابعة او انترنت الاشياء الصناعية هذا كمان يعني قاب كبير ممكن تواجهه الشركات او المصانع في هذا المجال وبالتالي لابد من يعني التركيز عليه مشان ما يكون تحدي يأثر على دورة الحياة الانتاجية طيب اشوف اذا في اسئلة او في ملاحظات لفضل استعادة المستشاة اه اعطيكم العافية انا بحب اه عقب اشتغل 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 تفضل سامعيني نعم انت حبيت عقب على الاستراتيجيات المقترحة للتعامل مع تحديات الامان والخصوصية النقطة من خلال تعزيز الامن عبر التشفير والمصادقة من شف تشفير البيانات الحساسة اثناء النقل والتخزين اللي اكد عليها الدكتور حمزة من خلال استخدام اليات قوية للمصادقة والتحقق من هوية المستخدمين والاجهزة وتطبيق معايير الامان المناسبة اللي المستخدمها بها حالات مثل الاثنتيكيشن والتلس وتنفيذ الحماية طبعا ملتي لاير على طبقات متعددة وعلى جميع مستويات النظام من أجهزة من شبكات من تطبيقات استخدام الجدران النارية الفايروولز بفعالية كبيرة وأنظمة الاكتشاف وأنظمة منع الاختراق وتنفيذ آليات الرصد والاستجابة اللحظية للأحداث اللي بصير مثلا محاولة اختراق سقوط نظام مثل سقوط الويندوز كان أو الشاشات الزرقة اللي كانوا بيعطيها لأنظمة أنه هون في دروب أو في ثغرة لأي استخدام صارت كاريتي يعني تطلع لك الديد بلو سكرين هاي كانت مشكلة كبيرة اللي واجهتهم في اليومين هذول إدارة الهويات المشكلة المشكلة أنه كل هذول حكيت عنهم الهكرز دارسينهم وخابزينهم وعجنينهم وعبحربهم من خلالهم لذلك يعني الموضوع يعني اللي هي التفويض القام للأشخاص وبكون فيه شغلة كنا نستخدمها دائما أنه الانترنت طبعا الشبكة العالمية كاملة فيه شغلة الشبكات الداخلية لكل بلد أو لكل قطر من خلال الانترنت بإمكانهم يعني إذا صار عطل فيه بديل في النظام الثاني يكون يشغلوا الأقل ما يعطلوا المصالح الداخلية ولا مثل مطاراتهم ومستشفياتهم في الأشياء وبعد لما تتعدل هاي الأنظمة العالمية بيقدروا يرجع ويربطوا بالشبكة العالمية على الأقل الحفاظ على خصوصية البيانات المحلية وتطبيق سياسات وإجراءات صارمة لحماية خصوصية البيانات الشخصية وتنفيذ آليات طبعا منع الكشف غير المصرح بيانات الحساسة والتشريعات المتعلقة بحماية وفي نقطة مهمة كتير عزبتني ذكرها الدكتور حمزة اللي هي التدريب والتوعية الأمنية المنظفين اللي هم يتدربوا على الممارسات الأمان والخصوصية ونشر الوعي حول المخاطر والتهديدات اللي ممكن تأثر على منشأة كاملة على مصانع على صناعات على بلد على مستوى العالم يعني وتشجيع ثقافة الأمان والمسؤولية طبعا في جميع المستويات يعني هاي الاستراتيجيات اللي ذكرت وذكرت دكتور حمزة هاي بتساعد في التعامل الفعالي مع تحديات الأمان والخصوصية وعلى أقل تقدير تخفيف الخسار إلى أقل قدر ممكن نعم شكرا شكرا جزيلا طيب إن شاء الله ما حنطيل عليكم وإن شاء الله هلس هننتقل إلى يعني آخر سلايدين في المحاضرة تمام وطبع إن شاء الله أممكن وإذا في مدخلات أو أو ترتيبات الشهادة طبعا لأكيد الأي أو تي يعني راح تأثر على استراتيجيات السوق أكيد خلقت أو يعني صار فيه تطورت استراتيجيات في السوق الجديدة مختلفة عما يعني كان مؤسس في السوق فبالتالي الإنترنت الأشياء الصناعية خلق فرص جديدة خلق مسارات جديدة أو منهجيات جديدة وستراتيجيات جديدة في إدارة السوق في التعامل مع السوق في التعامل مع اليوزر أو مستخدم النهائي فبالتالي يعني في مواضيع يعني الصناعة أثرت في الماركتينج أثرت في البزنز فخلت البزنز يغير مساراته مثلا نحن قبل عشر خمسة عشر سنة ما كان أحد يفكر يشتري خضرة أو لبس من موقع كلنا كنا ننزل الأسواق نتبضع نشتري نشوف بعيننا بس ما كان أحد يتخيل مثلا أنه نشتري الخضار الفواكه اللبس كلنا من خلال الموقع بس من خلال صورة من خلال الفيديو فبالتالي هذا اسمه تغيير في ثقافة البزنز يعني الشركات لما شافت أنه موضوع الأنترنت الأشياء والأنترنت الأشياء الصناعية خلق مسارات جديدة خلق انتاجيات عالية فبالتالي فتحت مسارات جديدة في البزنز يعني يعني اليوم صار عندنا آلاف المواقع اللي بتخليك تبيع وتشتري وتتسوق آلاف المنتجات من من مصانع كثيرة عبر العالم من خلال تطبيق وانت جالس على الجوال ممكن تكتشف آلاف المنتجات وتعد تختار وهكذا طبعا هذه ثقافة جديدة يعني ما كانت سائدة عندنا بسبب إيش بسبب أنه صار عندنا يعني حدث صناعي حدث تكنولوجي خلاني أغير اتجاه السوق أغير اتجاه تفكير البزنز حتى الاند يوزر تغير توجهه وتغير ثقافته في الشراء والبيع من خلال الثورة اللي صارت أو النقلة النوعية اللي صارت في موضوع انترنت الأشياء الصناعية فبالتالي الثورة الصناعية يعني رح يعني أو عملت يعني عملت ثورة تكنولوجية يعني عطت دفعة كبيرة خلتنا نقفز يعني من نمط حياة اجتماعي ونمط حياة اقتصادي معين إلى نمط نختلف تماما فبالتالي الموضوع يعني صار صار مخيف في بعض الأحيان على بعض الأشخاص ويمكن مثلا الجيل الحديث أو جيل الأولاد خلصت أقلم مع هذا النموذج من الحياة فبالتالي قد ينجح فيه ويبدع فيه ويطوره الموضوع يعني مثلا بقوله كبير وشائك أنا ما نحابب يعني أدخل بتفاصيل تقنية أو كتير هذا الاتجاه حابب بس أنه نحن نأكد على على مفاهيم وعلى مصطلحات وعلى قراءة واقع موجود اليوم بس شوين نعطي هيك تركيز واهتمام وأولوية في حياتنا برجع بأكد أنه المعيار الأخلاقي هو المهم جدا في أي منهجية سواء منهجية تقنية أو منهجية في السوق العمل هلأ يعني نشوف وين الـ وين الاتجاه رايح الـ والإنوفيشن في موضوع الانترنت للأشياء الصناعية هلأ زي ما تكلمت يعني التحدي مثلا في الـ 2025 وعشرين أنه لازم يكون يعني الفايف جي فعلا يساعدني على التحقيق الـ اللي بتطلبه لاي اي اي او تي في موضوع الريال تايم مثل ما قالنا الفايف جي الحقيقي لسا ما نطبق على أرض الواقع الفايف جي الحقيقي هو اللي حيعطيني ريال تايم لأي شي موجود فبالتالي منستطيع نقول أنه السيارات تحسن تمشي بالشوارع بأمان يعني منحسن منقول والله سيارات ذاتية القيادة ممكن تكون فعالة وقابلة أنه تمشي جنبا إلى جنب مع البشر يعني هاي مرحلة نسساعة ما أننا متأكدين من الوصول إلى تحتاج شغل هلا مثلا بالالفين وسبعة وعشرين كمان عبتكلموا أنه ممكن موضوع زيادة التكامل بين يعني الأدوات الذكاء الاصطناعي والمشين في موضوع الصيانة التنبؤية يعني نحن يعني الانترنت الأشياء الصناعية هو تكامل بين الانترنت يعني بين الذكاء الاصطناعي والمشين ليرنينج كمان بما يحقق أهداف الانتاجيين اللي هي ضمن الثورة الصناعية الرابعة في انترنت الأشياء الصناعية مثلا في التحدي بالتسعة وعشرين عبتكلموا على مواضيع الديجتال وكيف أنا أعزز مفاهيم الانترنت الأشياء الصناعية واني أطور عملية البروسيسيك يعني زي ما مثل ما تكلمنا انه نحن نستعتنا في مرحلة المخاض في مرحلة التهيئة تجهيز البناء التحتية التقنية لأنه فعلا نحن نطبق الثورة الصناعية الرابعة والخامسة من خلال الأدوات الصحيحة بالتالي نحتاجين لموضوع يعني مواضيع أنها تختمر مثلا في الواحد والثلاثين عبقول لك أنه نحن لازم نتكلم في موضوع التكامل بين تقنية البلوكتشين تمام طبعا تقنية البلوكتشين هي بتعتمد هي بالأصل هي نظام لا مركزي هو نظام لا مركزي في إدارة النظم والتشغيل هي نظام لا مركزي بيبتعد عن المركزية بيبتعد عن يعني الروتين والبيروقراطية طبعا له استخدامات كتير كتير كبيرة للبلوكتشين وطبعا أنا الحمد لله من يعني في الرعاية الصحية في في البنوك الآن يعني حتى الآن صار عندنا شيء اسمه بنوك رقمية الآن في بعض الدول ما في بنوك ما في أنتو أنت تروح والله البنك تفتح حساب فرع أو شيء الآن البنوك كلها يعني في بنوك بتحولت إلى بنوك رقمية أنت كله هذا الأمر بتستطيع كله من خلال الإنترنت من خلال معين أنت تفتح حساب تعمل عمليات تحويل عمليات الشراء فبالتالي موضوع البلوكتشين واحد من التقنيات المهمة جدا في المرحلة القادمة سواء على الصعيد الأكاديمي التعليمي الرعاية الصحية المودان الزكية المصانع الإدارة يعني موضوع طبعا أهم شيء كمان السابلاي تشين يعني موضوع السابلاي تشين ماعتمد بشكل كبير على تقنيات البلوكتشين لأنه هي تعتمد مبدأ اللامركزية وموضوع التراكينج بشكل سهل جدا منجي على آخر شيء مرحلة العشرين ثلاثة أو ثلاثين يعني كمان عندنا الموضوع يعني موضوع الكمبيوتينج يعني علوم الحاسب موضوع النيتوركينج زي ما تكلمت على موضوع السحابة الكومومية والكمبيوتر الكمبيوترات الكومومية اللي لازم تحقق يعني السرعة العالية والأداء الفائق مشانا نحسن نطبق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والخابسة يعني نحن أمامنا تحديات كتير كبيرة طبعا هنا يعني هاي الدراسات بناء على الغرب يعني بس فعالمنا العربي والإسلامي إيش قد بدنا لأي سنة ممكن نطبق هذه الأشياء أصلا لازم يعني الساعة ما حطينا نحن أهداف إنه والله لازم إيش نسوي في الخمسة وعشرين وإيش لازم نسوي في السبعة وعشرين وإيش لازم نسوي في الثلاثين من هدول الأشياء اللي هن البنية التحتية لتقبيق الثورة الصناعية أنا هيك يعني بكون خلصت وأتمنى ما أكون يعني أسهبت أو أطلت عليكم وكنت يعني خفيف الظل شكرا لكم شكرا لحضوركم شكرا للاستماعكم شكرا لمنصة أريد تفضلوا إذا فيه أي استفسار أي أي مداخلة أي سؤال أنا جاهز نعم كل شكرا والتقدير لكم سعادة الدكتور حمزة العلي على هذه المخاضرة القيمة والرائعة بارك الله بجهودكم وتقبل منكم صالح الأعمال في أحد رافع يده يتفضل نعم مداخلة الأخذ المنال أعتقد الاسم تفضلي بإمكانك فتح المايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية أشكر الدكتور كزير الشكر سلام على كل هذه المعلومات القيمة وشارك رسال المشاركين كل اللي أفادونا وأضافوا للمحاضرة كما أشكر منصة أريد على كل ما تقدمه لنا من علم وفائدة للباحثين في الوطن العربي ودوليا وفقهم الله لكل خير أنا عندي نقطتين أتمنى من الدكتور يوضحهم أنه النقطة الأولى هل نستطيع القول أنه ممكن الربط بين الإوت والإيوت يعني هل هناك مثال توضيحي أو هما يعني زي ما قلت إنهم هذا عصر وهذا عصر هذا السؤال الأول السؤال الثاني من واقع خبرتكم وزي ما تقدمتهم تقديمكم أبحاث في هذا المجال هل هناك جهة اعتمدت معايير لأنه حسب علمي في بعض الدول زي السعودية والغطار عندهم رؤى لألفين وثلاثين في الثورات الصناعية ونظرتهم لتبني المدن الذكية ممكن تفيدينون الدكتور كيف ممكن المؤسسات يعني تتبنى معايير من جهات مثلا دولية كالأيزو آي تربل إي يعني من واقع خبرتكم وشكرا لكم من جزي الشكر شكرا جزيلا لك أصد المنار على هذه المداخلة نعم تفضل دكتور بإمكانك الإجازة أزاك الله خير أستاذ منال على السؤال طبعا ما يخص الآي أو تي والآي آي أو تي هن يعني متشابهان من حيث من حيث يعني التكنولوجي أو التكنيك اللي أنا بستخدمه بس ولكن زي ما يعني تكلمنا أنه آي آي أو تي هو أوسع من آي أو تي آي أو تي آي أو تي نطاقه محدود مثلا في نطاق مثلا سمارت هوم أو مؤسسة أو مثلا شركة إلى فروع بسيطة غير لما لما بنتكلم على موضوع مثلا أكبر مثلا شركة مثلا مثل ما نقول مثلا يعني مثال مكدونالز إلا مطاعم حول العالم كتير فبالتالي إذا بدأت راقب عمليات الانتاج وعمليات البيع وكذا وكذا هذي لأ هون بدأت تضطر أنها يعني تستخدم التولز اللي خاصة بالآي آي أو تي ما يعني التولز تبع آي أو تي بسيطة ما هي معقدة حيث أنها تأمن لي الغاية والغرب من الإدارة مثلا البزنز اللي ممكن استخدمهم مثلا ماكدونالز أو أو شركة مثلا شركة سيارات عندها فروع في كل العالم وإدارة الإنتاج وهكذا لا بالنسبة للمعايير الأخلاقية طبعا السعودية قبل فترة يعني أصدرت وثيقة الاستخدامات للذكاء الاصطناعي وهكذا أظن كمان قطر يعني إصدار الوثيقة لا يعني أنه هذا صارت قانون وسنت قانون لاستخدام استخدام الزكاء الاصطناعي وهك زي أنا ما تكلمت أنه أنا قدمت بحث في المؤتمر المحفل الدولي الرابع كان في المؤتمر التاسع زكاء الاصطناعي اليوم المشكلة الكبيرة اللي بتواجه الجميع حتى كانت معظم الأبحاث في المؤتمر بتركز على هذا الموضوع أنه المعيار الأخلاقي إلى اليوم نحن ما عنا معيار أخلاقي ولا عنا تشريعات وقوانين تضبط هذه الأدوات وهذه الثورة في الأدوات الذكاء الاصطناعي والمشين ليرنينج إلى الآن نحن يعني نستعتنا في طور الإعداد في طور يعني انضاج الأفكار في طور العصف الزهني في طور التخمر هذا أنا أتوقع وحسب يعني رؤيتي هذا بده تعاون دولي ما شغلت أنه بلد قادرة أنها تضبط هذه الأدوات لأنه اليوم الأمر يعني يعني مشرع الأنترنت مفتوح للجميع وممكن أي شخص في أي مكان يوصل لأدات معينة يستخدمها وخصوصي أنه الأدوات مثلا ممكن تكون مجانية في بعض الأحيان ممكن تكون إيش يعني اشترافة بالتالي والوصول إلى ما في عليه تقييد ما في شي فممكن أنا مثلا أشترك ببرنامج وأدفع وأبدأ مثلا أعمل مثلا أشياء معينة قد تكون يعني ضرة لأشخاص آخرين فبالتالي يعني اليوم نحن بحاجة لأنه يكون فعلا في تعاون دولي على مستوى العالم أنه يقرروا أنه إيش القوانين أو إيش المعيار الأخلاقي وإيش التشريعات وإيش إجراءات والسياسات اللي بتضبط مخرجات الثورة الصناعية الرابعة أو الخامس يعني اليوم لساعة العالم بحاجة إلى ضبط هذه الأدوات بحاجة لضبطها من خلال المعيار الأخلاقي ومن من ناحية التشريعات والقوانين طيب معلش دكتور الآن من منظور الرعاية الصحية أكيد بيكون فيه جانب آي أوتي وفي آي أوتي من جهة نظركم يعني كدول نحن بحاجة إلى تبني إنترنت الأشياء في الرعاية الصحية أنا ممكن أفند الإنترنت الأشياء ضمن إيش من قالب مثل ما قلنا يعني مثلا ممكن أنت الأشياء ممكن أنت تستخدمي مثلا في نطاق المستشفى فقط يعني مثال أنت مثلا تخصص معين عندك مثلا مجموعة أجهزة طبية مثلا في المستشفى أنت مثلا بدك تعملي عليها تقارير أنه تعرف هذا الجهاز كم عملية صارت عليه مثلا جهاز الإيكو مثلا ممكن يكون عندك جهاز إيكو في المستشفى أو ممكن يكون عندك مثلا ثلاثة أو أربعة أجهزة أنت محتاجة أنه تعرف كل طبيب من الأطباء المسؤولين عن هذا جهاز الإيكو تقرير يومي عنه مثلا كم مريض استقبل كم استغرق من الوقت كل مريض تمام هذا أنت ممكن تستعملي هون الإي أو تي لأنك مثلا تاخذ قياس أو تعملي كنترول ومراقبة على شيء بسيط في المستشفى مثلا في الدبارتمنت التي مسؤولة عنه مثلا أنت ما عندك صلاحية أنه والله مثلا تعملي كنترول على كل أقسام مستشفى حبة تعمل مراقبة فهي راح تعمل مراقبة ضمن الشبكة تبعيدة ما حتكون مثلا أنه تكون في شبكة تانية أنا لما أتعامل مع عدة شبكات أو لما أتعامل مع أجهزة طرفية متنوعة وقد تكون بفروع مختلفة مثلا هنا يعني أنا بدي أدوات آآ آي أو يو تي مشان أحسن أعمل كنترول مثلا على الرعاية الصحية مثلا أنا مثلا أضرب لك مثال مثلا مثلا مجموعة مستشفيات مثلا السعودي الألماني إلى مثلا انتشار في السعودية إلى انتشار مثلا في مصر السعودية إلى مثلا خمسطعش ولا طمانطعشر فرع فبالتالي وإلى في مصر فبالتالي أنا إذا بدي أعمل كنترول الأشياء السمارت البسيطة أو التقارير البسيطة أنا اليوم عبدويا عبدير عدة مستشفيات فيها كل يوم مثلا فيها مثلا ألف مراجع خمسمائة مراجع فبالتالي بصير عندي بيانات ضخمة بس أنا دخلت في موضوع البيانات الضخمة يعني انتقلت إلى إذا عندي بيانات بسيطة وكميتها يعني سهل أنه مثلا اللي أنا بختمه بحكي بال إذا ما إذا ما قدرت أتعامل مع البيانات من خلال السيرفر الموجود عندي مثلا في المكان اللي أنا في بالتالي أنا بدي أنتقل لموضوع السحابة وأعمل للفروع كل سواء مثلا في السعودية في مصر لو في فروع كتير بس انتقلت من يعني من شبك إلى شبك أو صار عندي على شبكات متعددة وأجهزة وأدوات كتيرة أنا بدي أجباري أنتقل لموضوع يعني لازم يكون عندي نظام مؤتمة واحد لازم يكون عندي بلاتفورم واحد يدير كل هذه المنظومة يدير كل هالأجهزة وكل المعطيات الموجودة من خلال سيستم واحد يكون واضح فيه كل شي بالريال تايم يعني الفرق الأساسي بين وال هو الريال تايم إذا أنا يكون عندي في الوقت الحقيقي أستطيع مشاهدة كل الأحداث التي تحدث في نفس الوقت في أماكن مختلفة ومتباعدة جغرافيا هذا الفرق الأساسي طب يا دكتور في حالات كان أنه أنا مريض وأتابع حالتي في المستشفى ما إمكانية استخدام الرعاية الصحية في يعني في الانترنت اوف تينكس الآن أنا كمريض خارق المنظومة متابعة حالتي ممكن من خلال مثلا موبايل أبليكيشن هذا كتير مثلا الآن منتشر في السعودين ممكن من خلال موبايل أبليكيشن أنت كمريض مثلا شخص كمريض يتم متابعة حالته يتم مثلا وصف له الأدوية متابعته حتى الآن في يعني عيادات أونلاين يعني عن بعد ممكن يتم أخذ يعني البرامترات الحيوية للإنسان ويتم متابعته يعني يعني هاي ميزة الانترنت الأشياء أنه ما عد في حدود جغرافية تعيق وصولك للمعلومة أو وصول المعلومة إليك فبالتالي كل شي له حلول يعني طبعا أنا ذكرت أنه نحن كنا في برنامج في جامعة كاوس السعودين كان من ضمن الناس اللي عملوا مشاريع تخرج هيك برامج أو تطبيقات على على موضوع الرعاية الصحية مثلا مرضى القلب مرضى السكري أنه هدول مثلا ممكن يكون مثلا في مراقبة لنبض القلب أو مراقبة للسكر بحيث أنه أنه التطبيق يدي ألار وممكن مثلا يتصل على إسعاف لو أنه المريض برامترات تغيرت بطريقة يعني متغيرة بشكل كبير فبالتالي الموبايل هو ممكن يدي ألار وممكن يتصل على الإسعاف ويجي وهيك ف يعني الأمر متاح بارك الله فيك دكتور شكرا جزيلا على الإجابة دكتور يعني إذا ممكن الموضوع بالبحث للعلمي الدولي كان عن مخاطر المعلومات المضللة في الشبكات الاجتماعية فكل ما زاد تعقيد الشبكات المتصلة مع بعض فأدى إلى سهولة الاتصال ونقل المعلومة من أجهزة إلى أخرى فهذا كان عنوان بحثي في المحفل الدولي فكل ما كانت المعلومة يعني هي لو كانت صحيحة ممكن أن تساعد على إنقاذ الأرواح ولو كانت خاطئة تسبب يعني كوارث فأي تدى إلى تشويه تشويه سمعة أو تؤدي إلى مثلا مخاطر اقتصادية مخاطر يعني سياسية أكيد نعم أكيد أكيد يعني موضوع يعني بسموه بالإنجليزي الفاكين نيوز يعني موضوع يعني صار صار أسهل انتشاره مع التواصل يعني مع برامج التواصل الاجتماعي وسهولة الانتشار وكلنا يعني بنعاني من شغلة يعني الإشاعات مو بس على الصعيد الشخصي على صعيد الدول يوم يعني ممكن انت تشوه سمع الدولة من خلال نشر بعض الأخبار الكاذبة أو الفيديوهات أو شي يعني مثلا أنا أضرب مثال صغير يعني بتلاقي كثير مثلا ناس بنشروا مقاضع فيديو في تلج في السعودية في تلج في مكة في تلج في المدينة في مطر في المدينة في غير وقته أو شيء وهو بكون عبارة عن فيديو مثلا مركب يعني في كتير برامج ممكن يكون عندك فيديو أنا أعمل في مطر أعمل في تلج يلا وأنزل وأنشر والله في مطر في تلج فممكن تلاقي الناس تتصل يعني صحيح عندكم تلج صحيح عندكم مطر في مكة أو المدينة فبالتالي يعني قد أحيانا مو بس تأثر على أشخاص كمان موضوع السنة كان في كتير كلام عن موضوع موت الحجاج بسبب الحرارة وهكذا الإشاعات يعني شيء يعني خطير جدا ومثل ما أن المشكلة كل ما كبر يعني الحيز الشبكي كل ما زادت المخاطر يعني اليوم مثلا لو إشاع انتشرت بين 10 أشخاص يعني محمولة بس بين تنتشر بمئة شخص ألف شخص ألفين 10 ألاف 100 ألف مليون فبتلاقي كل ما كل ما زادت العدد كل ما زادت الابهارات على 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 الخبر ممكن يكون الخبر في بدايته بين عشرة بسيط كل ما كل ما انتقل من مكان ل مكان كل ما زادت المعلومات المضللة والمعلومات يعني المغلوطة حوله لحد ما يوصل انه ممكن هالإنسان يكون صار عبارة عن عن قملة موقوطة وحيفجر البشرين مبارك الله بكم سعادة الدكتور شكرا جزيلا على هذه المحاضرة القيمة والرائعة نشكركم شكرا جزيلا شكرا أشكر الحضور فردا فردا وأشكر منصة أريد وكل أعضاء الفريق القايمين على على هذه المحاضرة وأشكر سعادتك وأشكر سعادة الدكتور أحمد والأستاذ عدنان قلعجي أشكر أشكر منصة أريد على إيطاح هذه الفرصة وإن شاء الله يعني تكون يعني إن شاء الله فاتحة خير ونكرر إن شاء الله اللقاءات في مواضيع مختلفة حياة كبرة دكتور سبقتني وليس أحكي نفس النقطة أول شيء الله زيك ألف خير وشكرا جزيلا 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 مرة ترتكزيلا عن المحاضرة المعكة والقيمة والفعل يعني متما أساذ الدكتور تفضلوا وأنا كمان واحد منهم استفدت كتير من المحاضرة وخطر بال كتير مجالات وكتير أصاصي يعني ممكن عن طريقة مثل حضرتك عن طريقة الملاقشات الإسادة والأستاذ دكتور قاسم وفي كتير مواضيع ممكن تشتبك مع الاختصاصات فلذلك يعني عبدنا على كلمتك يعني إن شاء الله في قادم أيام إن شاء الله ممكن نحضر لمحاضرات جيدة إن شاء الله في مجالات معينة إن شاء الله مستفيد من خبرتكم من الطريق في المجال والله زيقات خير وشوف نجزينا إليك على المحاضرات أيام أنا حابب أقول كلمة يعني إن شاء الله يعني يعني سبحان الله أحيانا الإنسان بيجي بحبي مثلا يكتب محاضرة أو شيء سبحان الله يعني ما يعني ما استطعت أني مثلا أعد أكتب يعني كتير أو هي وخطر لي لا أنه أخلي المحاضرة تكون تفاعلية أكتر من أنه أعد يعني مثلا أعمل مثلا أربعين سلايد مشان أغطي مثلا ساعة أو ساعة ونص ما يعني ما كان في عندي دافع أني والله أكتب كان دافع عندي لأ أنه يعني خلي الموضوع تفاعلي أكتر خلي الموضوع يعني يطلع من النقاشات من الحوار أكتر من أنه يعني خلي الموضوع عبارة عن يعني تلقي تقليدي فالله يزيك الخير يعني أنت كنت هيك أنت اللي خليت الشرارة تولع في رأسي بالعكس سبحان الله يعني لما كانت الفكرة منك ودعيتني وكذا وقال لي أنه حابب يكون هيك محاضرة يعني بنمط مختلف فسبحان الله يعني تولدت من في آخر من الينكات تمام عن استمار التقي من حضور رعب تجيني نتاع جل ما شاء الله كله يعني متميز الصلاة النبي الله يكبر دكتور يعني وهذا دليل أنه كل الناس التي حضرت كانت مستمتعة جدا بالمحضرة الله بارك 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 شكرا الله بارك الله بارك شكرا لكم شكرا شكرا بارك الله بجهودكم نعم عزائل حضور قال أن المعلومة هي القوة والاتصال هو القوة المضاعفة والربط بين الآلات والبيانات هو مفتاح زيادة الإنتاجية ننتقل معكم الآن أعزائي الحضور إلى فقرة شرح كيفية تحميل الشهادات لهذه المحاضرة يقدمها لنا سعادة الأستاذ عدنان قلعتي مشكورا مأجورا تفضل أستاذ عدمان معكم الصلاحية شكرا أستاذ صفى بارك الله فيكم جزاكم الله عنا كل خير الشكر موصول أيضا إلى سعادة الدكتور خمز العلي على هذه المحاضرة القيمة والماتعة فجزاه الله عنا كل خير فنسأل الله أن يكتبها في ميزان حسناتك الشكر أيضا موصول لسعادة الأستاذ الدكتور أحمد ضحيك الذي كان مشرفا على نظام عليم أو هو المشرف الآن على نظام عليم فبارك الله فيكم جميعا جزاكم الله عنا كل خير أحبتنا الحضور الكرام تم وضع رابط الشهادة والحضور في صندوق الدردشة الشات بإمكانكم الدخول مباشرة إليه وسنقوم أيضا الآن بشرح مفصل إن شاء الله لطريقة الحصول على الشهادة نعم تم وضع جميع الروابط الخاصة بهذه المحاضرة وأيضا الخاصة بمنصة أريد العلمية أحبة الكرام نقوم مسويا بالدخول إلى نحرك البحث جوجل ونكتب في خانة البحث منصة أريد العلمية فتظهر بالصورة الواضحة أمامكم ولمن يسجل بعد في منصة أريد فبإمكانه الضغط على سجل مجانا من أسفل الشاشة ويتطلب الأمر بضع معلومات بسيطة كالاسم باللغة العربية والاسم باللغة الإنجليزية وأيضا بريد الكتروني فعال وكلمة المرور وتأكيدها واختيار البلد الذي نحن فيه ومن ثم الضغط على زر التسجيل فتقوم المنصة بإرسال رابط على البريد الكتروني خاص بكم وبمجرد الضغط عليه سنصبح إن شاء الله أعضاء رسميين في المنصة وهناك أيضا فيديو شرح مبسط لعملية التسجيل تشاهدونه في أعلى الشاشة بعد ذلك ننتقل سوية إلى الصفحة الرئيسية للمنصة أو ما يسمى بالحائط والذي يظهر أمامكم نختار منه على الجهة اليمنى نظام عليم نضغط على نظام عليم فننتقل مباشرة إلى أقسام نظام عليم والتي تشاهدونها أمامكم نختار منها المحاضرات القادمة الاختيار الأول فننتقل مباشرة بعدها إلى المحاضرات التي ستقدم ونختار منها المحاضرة التي نحن بصددها ففاهيم إنترنت الأشياء الصناعية ودورها في تطوير قطاع الأعمال نضغط على الرابط الخاص بها فننتقل مباشرة إلى صفحة الشهادة لمن أراد أن يحصل على الشهادة باللغة طبعا أولا يجب الضغط على التسجيل فنحصل على رابط الحضور وبعدها نسوي تحديث للشاشة فتظهر أمامنا هذه الأزراء الخاصة بالشهادة عفوا نضغط على إصدار الشهادة باللغة العربية لمن أرادها باللغة العربية أو بالإنجليزية فننتقل مباشرة إلى الرابط الخاص بتحميل الشهادة ونستطيع التعديل فيه ككتابة اللقب العلمي أو تغيير اسم العائلة وغير عن الأشياء التي تودون تغييرها بعد ذلك نضغط على تحميل الشهادة الإلكترونية فتتحمل الشهادة عندنا مباشرة وهذا نموذج للشهادة باللغة العربية وأيضا نموذج للشهادة باللغة الإنجليزية طبعا هذه الشهادة برسوم رمزية قدرها خمسة دولار وهذه الرسوم لاستمرارية المنصة ولمن يسأل عن طريقة تعبئة الرصيد فبإمكانه الضغط على علامة الزائد من أعلى الزاوية الوسرى فتظهر أمامه طرق تعبئة الرصيد وتشاهدون أمامكم التعبئة عبر أعضاء وريد أو البطاقة الاعتمانية أو عبر شركاء الحوالات المالية التي توجد في كل دولة شريك من شركاء المنصة فبإمكانكم التواصل معهم نعم أيضا أحبة الكرام تم وضع رابط الاستمارة الخاصة بتقييم هذه المحاضرة وبإمكانكم الدخول عليها مباشرة وبإمكانكم تقييم هذه المحاضرة كما تظهر أمامكم هناك بضعة أسئلات بإمكانكم الإجابة عنها ومن ثم إرسال الإجابة بالضغط على إرسال بالضغط على زر الإرسال نعم أحبة الكرام أيضا ننوه إلى أنه إن شاء الله سنقوم برفع تسجيل هذه المحاضرة على الرابط الخاص بالمنصة على اليوتيوب والتي تظهر أمامكم وبإمكانكم العودة إلى جميع المحاضرات التي قدمت في المنصة إلى هنا نصل معكم أحبة الكرام إلى نهاية شرح عملية الحصول على الشهادة والكلمة الختامية مع الأستاذ صفا فبارك الله فيكم تقضى الأستاذ صفا جزيل الشكر والتقدير لكم أستاذ عدنان قلعشي على هذا الشرف التفصيلي والرائع والمميز بارك الله فيكم ووفقكم بكل خير حضرنا حضرنا الكرام وصلنا معكم إلى ختام محاضرتنا العلمية المميزة لهذا اليوم لسعادة الدكتور حمزة العلي عن مفاهيم أنترنت الأشياء الصناعية ودورها في تطوير قطاع الأعمال يسعدنا أن نكون معكم في دورات ومحاضرات وورش قادمة متجددة مع منصتكم العلمية الرائدة منصة أريد الدولية نلتقيكم على خير إن شاء الله في محاضرات قادمة لا تنسوا تفعيل زر الاشتراك لحسابات المنصة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك واليوتيوب والإنستجرام ليصلكم كل جديد من المرش والدورات والمحاضرات الجديدة نلتقيكم على خير ونستودعكم الله في محاضرات قادمة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم لكم شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم الح sağ quero